بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة كتاب السيرة النبوية والمعجزات خلاصة تاريخ ابن كثير للقاضي الشيخ محمد بن أحمد كنعان الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا ببعثة سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطالب الهاشمي القراشي وهدانا لاتباعه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار أجمعين أما بعد فهذا قسم السيرة والمعجزات النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منخصا من تاريخ الحافظ بن كثير البداية والنهاية وضعناه مستقلا بهذا العنوان تسهيلا على القارئ في اقتنائه وقراءته وسيكون بعونه تعالى الجزء الثاني من كتابنا خلاصة البداية والنهاية في ثمانية مجلدات والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهداية بيروت في الثامن من شهر رمضان المبارك من سنة ستة عشر واربعمائة والف للهجرة محمد بن أحمد كنعان السيرة النبوية والمعجزات وفيه ثلاثة أقسام القسم الأول السيرة النبوية الشريفة القسم الثاني الشمائل والصفات النبوية القسم الثالث دلائل النبوة والمعجزات القسم الأول السيرة النبوية الشريفة وفيه ستة فصول الفصل الأول فترة ما قبل البعثة الفصل الثاني العهد النبوي المكي الفصل الثالث العهد النبوي المدني الفصل الرابع حجة الوداع في السنة العاشرة الفصل الخامس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الفصل السالس ذكر أمور تتعلق به صلى الله عليه وسلم الفصل الأول فترة ما قبل البعثة نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولده حواضنه ومراضعه وفاة أمه آمنة بنت وهب كفالة جده وعمه له حفظه من أقدار الجاهلية حرب الفجار وحلف الفضول تزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد تجديد بناء الكعب قبل المبعث بخمس سنين مبتدعات قريش في حجهم وطوافهم نسبه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سورة الأنعام الآية الرابعة والعشرون بعد المئة ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين الهامش حديث هرقل مع أبي سفيان هو حديث جليل طويل رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انتهى الهامش فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين وعبد الله قال البيهقي وزاد بعض العلماء فقال سماه الله في القرآن رسولا نبيا أمينا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب نعقيده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي وأبو القاسم ابن عساكر وأفرد الناس في ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام الفسم وأما الفقيه الكبير أبو بكر العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه الذي سماه عارضة الأحوذي فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسما والله أعلم الهامش قوله وسنورد الأحاديث ولكن ابن كثير لم يفعل ذلك ولعله سهى عنه وقد وعد بذلك مرة أخرى كما سيأتي في آخر الكلام عن نسبه صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولدي أبيه عبد المطالب قال الزهري وكان أجمل رجال قريش وهو أخ الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة والمقوم واسمه عبد الكعبة وقيلا هما اثنان وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كبير الجود واسمه نوفل ويقال انه حجل فهؤلاء اعمامه عليه الصلاة والسلام وعماته ست وهن أروى وبره وأميمه وصفية وعاتكة هو أم حكيم وهي البيضاء كلهم أولاد عبد المطالب واسمه شيبة يقال لشيبة كانت في رأسه ويقال له شيبة الحمد لجوده وإنما قيل له عبد المطالب لأن أباه هاشيما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمر بن زيد ابن لبيد أو لبيد الخزرجي النجاري وكان سيد قومه فعجبته ابنته سلم فخطبها إلى أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده واشترط عليه مقامها عنده وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة فلما رجع إلى الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلا فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغزة ووضعت سلم ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بن عدي بن النجار سبع سنين ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة فلما رأاه الناس ورأوه على الراحلة أو على الرحالة قالوا من هذا معك فقال عبدي ثم جاءوا فهنأوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك فغلب عليه وساد عبد المطلب في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم فكان جماع أمرهم عليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب الهامش الرفادة بكسر الراه ما كانت تجمعه قريش من مال تشتري به للحاج طعاما وزبيبا وقد سبق بيان ذلك في أخبار العرب من الجزء الأول انتهى الهامش وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من عهد جرهم وهو أول من طل الكعبة بذهب في أبوابها من تين كالغزالتين التين من ذهب وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف القلعية قال ابن هشام وعبد المطلب أخ أسد وفضله وأبي صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة كلهم أولاد هاشم واسمه عمر وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل كما قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته وقيل للزبعر والد عبد الله عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف الهامش كان في هذين البيتين تحريف أخل بوزن الشعار فصححناهما نقلا عن سيرة بن هشام على هذا النحو وهو صواب انتهى الهامش وذلك لأنه أول من سن رحلتي شتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه وكان توأم أخيه عبد شمس وشقيقهم الثالث المطلب وكان المطلب أصغر ولدي أبيه وكان المطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بنت عمر المازينية وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة وكان يقال لهم المجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشامر الروم وغسان وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبش وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير وكان إلى هشام السقاية والرفادة بعد أبيه وإليه وإلى أخيه المطلب نسبوا نسب ذوي القربة وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام لم يفترقوا ودخلوا معهم في الشعب الهامش أي في حصار الشعب بكسر الشيني المشالة وذلك حين تعهد أهل مكة على مقاطعة المسلمين ومن يدافع عنهم كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الجزء انتهى الهامش وانخذل عنهم بن عبد الشمس ونوفل ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته جز الله عنا عبد الشمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي ولا يعرف بن أب تباين في الوفاة مثلهم فإن هاشم مات بغزة من أرض الشام وعبد الشمس مات بمكة ونوفل مات بسلامان من أرض العراق ومات المطلب وكان يقال له القمر لحسنه بريمان من طريق اليمن فهؤلاء الإخوة الأربعة البشاهير وهم هاشم وعبد الشمس ونوفل والمطلب ولهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمر واسمه عبد وأصل اسمه عبد قصي درجة أي مات صغيرا ولا عقب له قال زبير بن بكار وغيره وأخوات ست وهن تماضر وحي وريطة وقلابة وأم الأثخم وأم سفيان كل هؤلاء أولاد عبد مناف ومناف ومناف اسمه صنم وأصل اسم عبد مناف المغيرة وكان قد رأس في زمن والده وذهب به الشرف كل مذهب وقد قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب الآية سورة الشورى الآية الثالثة والعشرون لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم وصدق ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال وأزيد مما قال وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضا كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات أبائه وأمهاتهم ما يطول ذكره وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إسماعيل لا محالة وإن اختلف في كم بينهما أبن على أقوال على أقوال قد بسطناها فيما تقدم والله أعلم الهامش تقدم بص القول في نسب عدنان في أخبار العرب في الجزء الأول انتهى الهامش وقد تكلم الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محررا نافعا وثبت وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا ثم بعثت في القرن الذي كنت فيه وفي صحيح مسلم عنواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كينانا واصطفى من بني كينانا قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم الهامش ثم سرد ابن كثير هنا عددا من الروايات فيها غرابة ونكارة ثم عقب عليها بقوله بقول الإمام البيهقي وهذه الحديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به فبعضها يؤكد بعضا ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع انتهى الهامش وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيام ولا فخر الهامش رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدرين رضي الله عنه ورواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه أنا سيد ولد آدم يوم القيام وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع انتهى الهامش تنبيه قال القاضي عياض في كتابه الشفاء وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك وكذلك محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلا أن إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته سورة الأنعام الآية الرابعة والعشرون بعد المئة الهامش قد يشكل على البعض أرد اسم أحمد في الكتب الأولى ولا إشكال في ذلك بعد أن صرح الله تعالى في القرآن العظيم بأن أحمد الذي بشر به عيسى عليه السلام بقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلم الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خزاعي السلامي لا سابع لهم الهامش محمد بن براء البكري هذا هو الصواب كما في الشفاء وشروحه وجاء في المطبوعة الكندي وهو خطأ أيضا الهامش حمران بضم الحاء المهملة وفي بعض نسخ السير عمران قوله لا سابع لهم هذا ما اختاره القاضي عياض ومنهم من جعل عددهم ثلاثة كالسهيلي في الروض الأنف ومنهم من زاد حتى بلغ العشرين مع تكرار في بعضهم وتردد في بعض والستة الذين ذكرهم القاضي عياض لم يدركوا الإسلام انتهى الهامش ويقال ويقال ان اول من سمي محمدا محمد ابن سفيان ابن مجاشع واليمن تقول بل محمد ابن اليحمد من الازد ثم ان الله حما كل من تسمى به ان يدعي النبوة او يدعيها له احد او يظهر عليه سبب يشكك احدا في امره حتى تحققت الشيمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع لم ينازع فيهما هذا لفظه مولده صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لما رواه مسلم في صحيحه عن ابي قتادة الانصارية رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين فقال ذك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه الهامش وسيأتي في الفصل الثاني التالي متى كان ذلك الاثنين انتهى الهامش وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وهذا ما لا خلاف فيه انه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وابعد بل اخطأ من وابعد بل اخطأ من قال ولد الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول نقله الحافظ ابن دحية فيما قرأه في كتاب اعلام الرؤى باعلام الهدى لبعض الشيعة ثم شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف اذ هو خلاف النص الهامش قوله خلاف النص اي حديث مسلم المتقدم عن ابي قتاده انتهى الهامش ثم الجمهور على ان ذلك كان في شهر ربيع الأول فقيل لليلتين خلتا منه قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ورواه الواقدي عن ابن عن ابي معشر نجيح ابن عبد الرحمن المدني وقيل لثمان خلون من حكاه الحميدي عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس ابن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ونقل ابن عبد البر على اصحاب التاريخ انهم صححوا وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ورجحه الحافظ ابو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير وقيل لعشر خلون منه نقله ابن دحية في كتابه ورواه ابن عساكر عن ابي جعفر الباقر ورواه مجالد عن الشعبي وقيل لثمتي عشرة خلت منه نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن جابر وابن عباس انهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول وقد بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات وهذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم وقيل لسبع عشرة خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة وقيل لثمان بقين منه نقله ابن دحية من خط الوزير ابي ورافع ابن الحافظ ابي محمد ابن حزم عن ابيه وصحيحه عن ابن حزم الاول انه لثمان مضين منه كما نقله عنه الحميدي وهو اثبت والقول الثاني انه ولد في رمضان نقله ابن عبدالبر عن الزبير ابن بكار وهو قول غريب جدا وكان مستنده انه صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في رمضان بلا خلاف وذلك على رأس اربعين سنة من عمره فيكون مولده في رمضان وهذا فيه نظر والله اعلم قال ابن اسحاق وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل وهذا هو المشهور عن الجمهور قال ابن ابراهيم ابن المنذر الحزامي وهو الذي لا يشك فيه احد من علمائنا انه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على رأس اربعين سنة من الفيل وقد رواه البيهقي من حديث ابي اسحاق السبيعي او السبيعي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن عشر سنين ابن عشرين سنة وقال ابن اسحاق كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة الهامش سيأتي بيان حرب الفجار لاحقا في هذا الفصل بعونه تعالى انتهى الهامش وكان بناء الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة والمبعث بعد بنائها بخمس سنين وقال محمد ابن جبير ابن مطعم كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة وروا الحافظ البيهقي من حديث عبد العزيز ابن ابي ثابت المديني حدثنا الزبير ابن موسى عن ابن حوير قال سمعت عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان يقول لقباث ابن اشيم الكناني ثم الليثي يا قباث او كان يقول لي قباث ابن اشيم الكناني ثم الليثي يا قباث امت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اكبر مني وانا اسن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ووقفت بأمي على روث الفيل محيلا أعقله وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة الهامش قباث بفتح القاف والبال موحدة آخره ثام ثلثة صحابي رضي الله عنه ومحيلا بفتح الميم أي متغيرا انتهى الهامش والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور فقيل بعده بشهر وقيل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما وهو أشهر وعن أبي جعفر الباقر كان قدوم الفيل للنصف من المحرم ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بخمس وخمسين ليلة وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبزى وقيل بثلاث وعشرين سنة وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة وقاله موسى ابن عقبة عن الزهري رحمه الله واختاره موسى ابن عقبة أيضا رحمه الله وقال أبو زكري العجلاني بعد الفيل بأربعين عاما رواه ابن عساكر وهذا غريب جدا وأغرب منه قاله خليفة ابن خياط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل بخمس عشرة سنة وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا قال خليفة ابن خياط والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل وقد تقدم أن عبد المطالب قد زوج ابنه وعبد الله أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهرية فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وحين حملت به توفي أبوه وعبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور الهامش تقدم ذلك في أخبار العرب من الجزء الأول انتهى الهامش وروا محمد بن سعد وروا محمد بن سعد كاتب الواقدي بسنده عن أيوب ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع قال خرج عبد الله بن عبد المطالب إلى الشام إلى غزة في عير من عيران قريش يحملونه تجارات أو يحملونه تجارات ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطالب يومئذ مريض فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد المطالب عن ابنه عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض فبعث إليه عبد المطالب فأكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره فوجد عليه عبد المطالب وإخوته وأخواته وجدا شديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل ولعبد الله ابن عبد المطالب يوم توفي خمس وعشرون سنة قال الواقدي هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه وسنه عندنا قال الواقدي وحدثني معمر عن الزهري أن عبد المطالب بعث عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات قال محمد بن سعد وقد أنبأنا هشام بن محمد ابن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة ابن الحكم قال توفي عبد الله ابن عبد المطالب بعدما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهر وقيل سبعة أشهر والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ بن محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه وروى البيهقي عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا قال فأعجب جده فأعجب جده وعبد المطالب وحظي عنده وقال لا يكونن لابن هذا شأن فكان له شأن الهامش وكانت قابلة صلى الله عليه وسلم هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انتهى الهامش وهذا الحديث في صحته نظر وقد رواه الحافظ بن عساكر وأبو نعيم وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي هذا كله نظر ومعنى مختونا أي مقطوع الختان ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه وقد سماه جده عبد المطالب محمدا قالوا فما رغبت به من أسماء أهل بيته قالوا فما رغبت به من أسماء أهل بيته قال أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض قال أهل اللغة كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا كما قال بعضهم إليك أبيت اللعنة أعملت ناقتي إلى الماجد القرمي الكريم المحمدي وقال بعض العلماء ألهمه الله عز وجل أن سمه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله الهامش قوله وسنذكر أسماءه ولكن ابن كثير لم يفعل ذلك ولعله سهى عنه وقوله سنذكر دلائله وأخلاقه وفضائله ومنزلته في آخر السيرة إن شاء الله سرد ابن كثير بعد هذا عددا كبيرا من الروايات العجيبة الغريبة التي لا أصل لها في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والبشار بمولده منها روايات عن مخلوق عجيب الخلقة كما تصفه تلك الأخبار اسمه سطيح أو سطيح ولست أدري لماذا سود ابن كثير صفحات من كتابه لهذه الأخبار ولماذا هدر وقته في كتابتها فأسقطناها كلها وعرحنا القارئة من هم قراءتها والتدقيق فيها انتهى الهامش حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن واسمها بركة تحطنه وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان ولمسلم عزة بنت أبي سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك قلت نعم لست لك بي مخلية وأحب من شاركني في خير أختي في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت 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 فإن قالت فإن نحدث أنك تريد فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم وفي رواية درة بنت أبي سلم قال بنت أم سلم قلت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع الهامش بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام أي لست خالية أو لست خالية من ضرة من ضرة غيري وقوله بشر حيبة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة أي بشر سوء بسوء حال أي بشر سوء حال وفي المطبوعة خيبة بالخاء المعجمة وهو تحريف انتهى الهامش وذكر السهيلي وغيره أن الرأي له هو أخوه العباس وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر الهامش بعد قول السهيلي هذا نقل ابن كثير عن السهيلي أن أبا لهب قال للعباس في تلك الرؤية إنه لا يخفف علي في مثل يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة لما بشرته بمولد محمد ذلك اليوم ويزعم البعض أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يسمع سورة تبت يد أبي لهب لأنها نزلت في عمه وهذان الزعمان باطلان ولا يجوز القول بهما فالزعم الأول مخالف لصريح القرآن الكريم بعذاب أبي لهب الشديد وبأن العذاب للكفار يزيد ولا ينقص كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب الآية ورقمها الثلاثون من سورة النبأ أما الزعم الثاني ففساده ظاهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه العصبية ولا الحمية انتهى الهامش قال محمد بن اسحاق فاسترضع أو فاسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث ابن شجنة ابن جابر قال واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه يعني زوجة حليمة الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة ابن ملان ويقال هلال ابن ناصرة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن الهامش لم يذكر ابن كثير من من ألف في الصحابة للحارث ابن عبد العزة إسلاما ولكن ذكر يونس ابن بكير عن ابن اسحاق لم يذكر كثير ممن ألف في الصحابة للحارث بن عبد العزة إسلاما ولكن ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه أسلم وحسن إسلامه انتهى الهامش وإخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاع عبد الله بن الحارث وأنيسى بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيما وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم الهامش حذافة بالحائل المهملة المضمومة والفا هكذا ضبطه بعضهم وهو عند البعض حذافة أو حذافة أو خذافة بكسر الخاء المنقوطة وبالميم وقوله مع أمه في سيرة ابن هشام مع أمها والمعنى واحدا إذ المراد أن الشيما كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حليمة التي هي أمه وأمها من الرضاع معاً انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني قال ابن إسحاق حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب ويقال له مولى الحارث بن حاطب قال حدثني قال حدثني من سمع عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب قال حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت قدمت مكة في نسوة وذكر الواقدي بإسناده أنهن كنا عشر نسوة من بني سعد نلتمس به نلتمس بها الرضع في سنة شهباء والسنة الشهباء كما هو في الهامش أي لا خضرة فيها أو لا مطر أي سنة مجدبة انتهى الهامش قالت قدمنا في سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء والقمراء القمرة أو القمرة بضم القاف هنا بياض في كدرة يقال حمار أقمر وأتان قمراء حمار أقمر وأتان قمراء انتهى الهامش وكانت فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذممت بالركب الهامش أذممت بالركب أي حبست أو حبست ركب القافلة لبطئها بسبب ضعفها ويروى حتى أذمت بالركب انتهى الهامش ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع الهامش وما تبض بفتح التاء المثنات الفوقية وكسر الباء الموحدة يقال ضد الماء يبض أي سال قليلا قليلا والشارف هي المسنة الهرمة من النوق انتهى الهامش تقول ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذك ما نجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتان تلك فلقد أذممت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا فقدمنا مكة فوالله ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركنا وقلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه إنما نرجو المعروف من أب الوالد فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوج الحارث ابن عبد العز والله أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيعا لأنطلق إلى ذلك الياتيم فلا أخذن فقال لا عليك أن تفعلي فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة فذهبت فأخذت فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثانيا ثديي بما شاء من لبن فأقبل عليه ثديايا بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي وقام صاحبي إلى شارف ناتلك فإذا إنها لحافل فحلب أو فحلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي حين أصبحنا يا حليمة والله إني لأراك قد أخذتي نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذنا فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى إن صواحبي ليقل ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه أتانك التي خرجتي عليها معنا فأقول نعم والله إنها له فقلنا والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فنحلب ما شئنا وما حوالينا أحد تبض له شات بقطرة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنم حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنام شباعا لبنا نحلب ما شئنا فلم يزل الله يرين البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا غلاما جفرا يقال استجفر الصبي إذا قوي على الأكل أي لم يتجاوز سن الرضاعة حتى كان يأكل الطعام انتهى الهامش فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإن نخشى عليه وباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحت معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم البهم بفتح الباء الموحدة وسكون الها جمع بهيمة وهي ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى انتهى الهامش جاء أخوه ذلك يشتد فقال ذاك أخ القرشي جاءه رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقع اللونه فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك قال جاءني رجلان عليهم ثياب بيض أضجعاني وشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به فقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به يا ظئر فقد كنتما عليه حريصين فقال لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده إلى أهله فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبرة فقالت أخشيت ما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل والله إنه لكائن لابني هذا الشأن والله إنه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبركم ما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته قوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي وقال الواقري حدثني معاذ بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال خرجته أو قال خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البهمة تقيل فوجدته مع أخته فقالت في هذا الحر فقالت أخته يا أمة ما وجدت أخي حرا أو رأيت غمامة تظلل عليه ما وجدت أخي حرا رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع وقال ابن سحاق حدثني ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينما أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهم ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فأنقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه ورداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بألف فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم وهذا إسناد جيد قوي وفي الحديث الماضي في الهامش قوله بهم بفتح الباء الموحدة وسكون الها جمع بهيمة وهو ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى وقوله تست بفتح الطاء وسكون السين المهملتين وعاء معروف وهذا الحديث روى حادثة شق صدر مسلم في صحيحه كما سيأتي في الرواية التالية أما صدر هذا الحديث فقد روىه ابن عساكر في تاريخه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ أنا دعوة أبي إبراهيم وكان آخر من تبشر بي عيسى بن مريم وكان آخر من تبشر بي عيسى بن مريم قال المناوي في فيض القدير قضية كلام المصنف أي السيطي في جامعه أنه لم يقف لأشهر ولا أقدم من ابن عساكر وهو غفلة فقد رواه الحارث بن أبي أسامة والطيالسي وكذا الديلمي بأتم من هذا ولفظه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ولما ولدت خرج من أمي نور أضاء ما بين المشرق والمغرب ونقول ورواه أحمد بنحوه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهري كذا قال ابن كثير في موضع آخر وقد وقع شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج كما سيأتي في الفصل الثاني التالي من هذا الجزء بعونه تعالى انتهى الهامش وثبت في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علاقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره الهامش أطست بفتح الطاوى سكون السين المهملتين وعاء معروف انتهى الهامش وفي الصحيحين من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر وقتادة عن أنس وعن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلتأذ وإنه غسل بماء زمزم ولا منافاتة لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وخوة صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الله عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى الهامش سيأتي هذا في الفصل الثاني التالي من هذا الجزء انتهى الهامش وقال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا أعربكم أنا قراشي واسترضعت في بني سعد بن بكر والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير ثم عادت على هواز بكاملهم فواضله ثم عادت على هواز بكاملهم فواضله حين أسرهم بعد وقعتهم وذلك بعد فتح مكة بشهر فمت إليه برضاعي فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم كما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى الهامش حصل ذلك في غزوة حلين كما سيأتي في المغاز النبوية في الجزء الثالث انتهى الهامش قال محمد بن إسحاق في وقعة هواز عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الهامش جد عمر بن شعيب هو عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما انتهى الهامش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلين فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هواز بالجعران وقد أسلموا فقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله إنما في الحضائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك فلو أن ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان ابن منذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين وقوله في الهامش ملحنا يعني أرضعنا وابن أبي شمر هو الحارث الغساني انتهى الهامش ثم أنشد يقول أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محضها درر أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر لا تجعلن كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر إن لنشكر للنعمة وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر في الهامش الغماء والغمر الغم والغماء هو الكرب والغمر بضم الغين المعجمة وفتح الميم هو جمع غمرة بفتح الغين المعجمة وهي الشدة انتهى الهامش قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب عبد المطلب فهو لله ولكم فقالت الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله فأطلق لهم الذرية وكانت ستة ألاف ما بين صبي وامرأة وعطاهم أنعاما وأنسية كثيرة حتى قال أبو الحسين بن فارس فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمائة ألف ألف درهم هذا كله من بركته العاجلة في الدنيا فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة وفاة أمه وفاة أمه آمينة قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمينة بعد رضاعة حريمة له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرمته فلما بلغ ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة وروا الإمام أحمد عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال مكانكم حتى آتيكم فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فاكلوا وامسكوا وأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم وقد رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن بريدة قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالخاطب ثم بكى فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله قال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها فبكيت قال فما رئيت ساعة أكثر باكيا قال فما رئيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة وروا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزور القبر تذكركم الموت وروا مسلم عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار وقد قال البي هقي بعد روايته هذه الأحاديثة في كتابه دلائل النبوة وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفرقتهم إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق انتهى كلامه قلت وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العروسات يوم القيامة كما بسطنه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآية الخامسة عشر من سورة الإسراء الهامش وقد وجهنا توجيها حسنا في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة السابعة والثمين بعد الأربعمية من الجزء الثالث فارجع إليه انتهى الهامش فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاتا ولله الحمد والمنى وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة العائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحي أبويه فأحياهما وآمن به فإنه حديث منكر جدا وإن كان ممكن بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله أعلم الهامش ونقول هذا الذي رجحه ابن كثير في أمر هذا الحديث في أمر هذا الحديث هو الصحيح الذي لا محيد عنه لذي علم وبصيرة ولكن بعض مدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا عن نهج الصواب فزعموا صحة هذا الحديث حتى أدخل أحد هؤلاء من مدينة دمشق في صيغة الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلاة على والدي فقال اللهم صلي على محمد وعلى والدي وهذه بدعة منكرة وفتنة عظيمة نعوذ بالله تعالى من الخروج عن هدي رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه انتهى الهامش كفالة جده وعمه له صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطالب ابن هشام يعني بعد موت أمه آمنة بنت وهب فكان يوضع لعبد المطالب فراش في ظل الكعب وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطالب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع الهامش غلام جفر بفتح الجيم وسكون الفاء أي غلام صغير انتهى الهامش فلما حضرت عبد المطالب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته ثم مات عبد المطالب ودفن بالحجون أو بالحجون وقال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هلك جده عبد المطالب ابن هاشم فلما هلك عبد المطالب ابن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس وهو من أحدث إخوته سنة لم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطالب ما عمه أبي طالب لوصية عبد المطالب له به ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمر ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إليه ومعه وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومع إبها لما يريد من كرامته حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانا وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى ما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا حتى سمه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات حفظه صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية قال محمد بن إسحاق فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلاؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة وقال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم قال شد عليك إزارك فقال قال فأخذته فاجهدته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزار علي من بين أصحابي وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقل هو وعمه العباس فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطئة لها والله أعلم فقد روى عبد الرزاق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري فشد عليه إزارة وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق وأخرجه أيضا من طريق آخر بنحوه وروا الحافظ البيهقي عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت ومسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنا حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى قال البيهقي في رواية أخرى قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه وثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقف بالمزدلف ليلة عرفة بل كان يقف مع الناس بعرفات كما رواه البيهقي وابن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وهذا توفيق من الله له ورواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أيضا ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله وروا الإمام أحمد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال أضللت أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف فقلت إن هذا من الحمس ما شأنه هاهنا وأخرجه من حديث سفيان بن عوينة الهامش الحمس بفتح بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمعوا أحمس وهم قريش ومن ولدت وكنانة وجديلة سموا أو سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا كانوا يقفون في المزدلفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم انتهى الهامش حرب الفجار وحلف الفضول قال ابن أسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بينهم وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية ابن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس وقال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمر بن العلا هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هواز أجار لطيمة لطيمة الهامش الهامش اللطيمة هي عير تحمل البز والعطر انتهى الهامش أجار لطيمة أي تجارة للنعمان ابن المنذر فقال البراد ابن قيس أحد بني بمر ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة أتجيرها على كنانة قال نعم وعلى الخلق فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراد يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار الهامش تيمن بكسر الميم وفتحها وهي في المطبوعة بالضم وهو خطأ انتهى لها مش وقال البراد في ذلك وداهية تهم الناس قبلي شددت لها بني بكر ضلوع هدمت بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع رفعت لها بذي طلال رفعت له بذي طلال كفي فخر يميد كالجذع الصريع وقال لبيد ابن ربيعة وقال لبيد ابن ربعية ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب وابلغ وابلغ ان عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي وابلغ ان عرضت بني نمير واخوال القتيل بني هلالي بان الوافد الرحال امسى مقيما عند تيمن ذي طلالي قال ابن هشام فأتى آت قريشا فقال ان البراض قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعكاب فارتحلوا وهواز لا تشعر بهم ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فادركوهم قبل ان يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فامسكت هواز عنهم ثم التقوا بعد هذا اليوم اياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكينان رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم قال وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ايامهم اخرجه اعمامه معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت انبل على اعمامي اي ارد اي ارد عليهم نبل عدوهم اذا رموهم بها قال ابن قال ابن هشام وحديث الفجار طويل هو اطول مما ذكرت وانما منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السهيلي والفجار بكسر الفا على وزن قتال وكانت الفجارات في العرب اربعة ذكرهن المسعدي واخرهن فجار البراض هذا وكان القتال فيه في اربعة ايام يوم شمطة ويوم العبلاء وهو ما عند عكاب ويوم الشرب وهو اعظبها يوما وهو الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهزمت يومئذ قيس الا بني نضر او الا بني نضر فانهم ثبتوا ويوم الحرير عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل الى عكاب فلما توافوا الموعد ركب عتبة ابن ربيعة جمله ونادى يا معشر مضر على ما تقاتلون فقالت له هواز ما تدعو اليه قال الصلح قالوا وكيف قال ندي قتلاكم ونرهنكم رهائنا عليها ونعفو من دمائنا قالوا ومن لنا بذلك قال انا قالوا ومن انت قال عتبة ابن ربيعة فوقع الصلح على ذلك وبعثوا اليهم اربعين رجلا فيهم المطبوعة الثرب بالثاء وهو تصحيف انتهى الهامش وروا البيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت شهدت مع عمومة حلف المطيبين فما احب ان انكثه او كلمة نحوها وان لي حمر النعم ورواه ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت حلف لقريش الا حلف المطيبين وما احب ان لي حمر النعم وان كنت نقضته فقال والمطيبون هاشم وامية وزهرة ومخزوم قال البيهقي كذا روية هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا ادري قائله وزعم بعض اهل السير انه اراد حلف الفضول فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين انتهى الشريط الاول وننتقل الى الشريط الثاني الشريط الثاني الوجه الاول قلت هذا لا شك فيه وذلك ان قريش تحالف بعد موت قصي وتنازع في الذي كان جعله قصي لابنه عبدالدار من السقاية والرفاد واللواء والندوة والحجاب الهامش الرفادة بكسر الرا هي ما كانت تجمعه قريش من مال تشتري به للحاج طعام وزبيب وقد سبق بيانه في اخبار العرب في الجزء اول انتهى الهامش ونزعهم فيه بنو عبد مناف وقامت على كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فاحضر اصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا ايديهم فيها وتحالفوا فلما قاموا مسحوا ايديهم باركان البيت فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديما ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان في دار عبدالله ابن جدعان كما رواه الحميدي بسنده عن محمد وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبدالله ابن جدعان حلفا لو دعيت به في الاسلام لأجبت تحالف ان يرد الفضول على اهلها تحالف ان يرد الفضول على اهلها وان لا يعز ظالم مظلوم الهامش يعز بكسر العين المهملة ان يغلب ويشتد عليه وجاء في المطموعة يعد بالدال وهو تحريف انتهى الهامش قالوا وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة وكان بعد حرب الفجار باربعة اشهر وذلك لان الفجار كان في شعبان من هذه السنة وكان حلف الفضول اكرم حلف سمع به واشرفه في العرب وكان اول من تكلم به ودعى اليها الزبير ابن عبد المطلب وكان سببه ان رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه فاستعد عليه الزبيدي الاحلاف عبد الدار ومخزوما و جمحا وسهما وعدي بن كعب فاستعد فأبوا ان يعين على العاص بن وائل وزبروه اي انتهروه فلما رأى الزبيدي الشر اوفى على ابي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في اديتهم حول الكعبة فلادى بأعلى صوته يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم اشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام ان الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري فقام في ذلك الزبير ابن عبد المطلب وقال ما لهذا مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم ابن مرة في دار عبد الله ابن جدعان فصنع لهم طعام فصنع لهم طعاما وتحالف في ذا القعدة في شهر في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكون يدا واحدة على المظلوم مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي اليه حقه ما بل بحر صوف وَمَا فَمَا فَمَا وَمَا يَعْزُ بِهُ نُسَمِّيهِ عَلَيْهِ تَعَاقَدُوا اسم كل واحد منهم فضل وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضل بن الحارث الهامش وفي الروض الأنف للسهيلي الفضيل بن الحارث انتهى الهامش هذا قول بن قتيبة وقال غيره الفضل بن شراعة والفضل بن وداعة والفضل بن قضاعة وقد أورد السهيلي هذا رحمه الله الهامش في الروض الأنف للسهيلي الفضيل بن شراعة وقوله وقد أورد السهيلي هذا أي عن الزبير بن بكار قوله وقال السهيلي بعده وهذا الذي قاله بن قتيبة حسن انتهى الهامش وقال محمد بن اسحاق بن يسار وقال محمد بن اسحاق بن يسار وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه وكان حلفهم عنده بن هاشم وبن عبد المطلب وبن أسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرها ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول قال محمد بن اسحاق فحدثني محمد بن زيد ابن المهاجر ابن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة ابن عبد الله ابن عوف الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت قال ابن اسحاق وحدثني يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين ابن علي ابن أبي طالب وبين الوليد ابن حتبة ابن أبي سفيان والوليد يومئذ أمير المدينة وأمره عليها عمه معاوية ابن أبي سفيان كان هناك منزعة في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول فقال فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لإن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا قال قال وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي فقال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي تزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قال ابن اسحاق الهامش ذكر ابن اسحاق في سياق سرده قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم باتجارة خديجة بنت خويلد إلى الشام أن خادمها ميسرة التقى في الشام راهبا فسأله عن هذا الرجل أي عن محمد وأخبره بأنه نبي وهي تفاصيل لا أصل لها فلهذا أسقطناها من سياق القصة واكتفينا بذكر المعروف من تلك الرحلة التجارية قبل الندوة قبل النبوة انتهى لها مش قال ابن اسحاق وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجل على مالها مضاربة فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليها أن يخرج لها في مال تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته يعني تجارته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون يا بنعم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك الهامش وسطتك بكسر السين وفتح الطعام المهملتين قال السهيلي هي من الوسط مصدر كالعدة والزنة والوسط من أوصاف المدح والتفضيل انتهى الهامش قالت إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت نفسها عليه وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا كان قومها كان كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام الهامش قوله عمه حمزة وقيل إن الذي نهض معه وخطبها إليه عمه أبو طالف وقال في ذلك خطبة معروفة انتهى الهامش وقال المؤملي المجتمع المجتمع عليه أن عمها عمر بن أسد هو الذي زوجها منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي وحكاه عن ابن عباس وعائشة قالت وكان خويلد مات قبل الفجار وهو الذي نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن فقام في ذلك خويلد وقام معه جماعة بالقريش ثم رأى تبع في بنابه باروعة فنزع عن ذلك وترك الحجر الأسود مكانه وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أخاها عمر ابن خويلد هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم وقال ابن هشام وكان عمر وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمسا وعشرين سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم منهم أبو عمر المدني وقال يعقوب ابن سفيان كتبت عن إبراهيم بن المنذر حدث لي عمر ابن أبي بكر المؤملي حدثني غير واحد أن عمر ابن أسد زوج خديجة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره خمسا وعشرين وكان عمره خمسا وعشرين سنة وهكذا نقل البي هقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمسا وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك خمسا وثلاثين وقيل خمسا وعشرين سنة قال ابن هشام فأصدقها عشرين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى مادت قال ابن اسحاق فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم وهم القاسم وكان يكنى والطيب وكان به يكنى والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة قال ابن هشام أكبرهم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة الهامش سيأتي ذلك في الفصل السادس من هذا القسم بعونه تعالى انتهى الهامش وقال وقال البيهقي باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط رواه البخاري تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث ذكر البيهقي بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة بعشر سنين وقال يعقوب بن سفيان تزوجها وقريش تبني الكعبة ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم كما قدمنا في قصته وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم ولا يصح ذلك فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئ وأول من أسسه وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنا بها مشرفة في سائر الأعصار والأوقات قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الهامش قوله كما قدمناه في قصته أي في قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الجزء الأول والآيتان هما من سورة آل عمران وهما السادس والتسعون والسابعة والتسعون انتهى الهامش وثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة وفي الصحيحين أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وروا أبو داود الطيالسي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه وروا يعقوب بن سفيان عن ابن شهاب قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفع فقالوا تعالوا نحكم أولا من يطلع علينا فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فأمر بالركن فوضع في الثوب فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتقى هو فرفع إليه الركن فكان هو يضعه فكان لا يزداد على السن إلا رضي حتى دعوه فكان لا يزداد على السن إلا رضي حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها وهذا سياق حسن وهو من سير الزهري وفيه من الغرابة قوله فلما بلغ الحلم والمشهور أن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره خمس وثلاثون سنة وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن ياسار رحمه الله وقال موسى بن عقبة كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة وهكذا قال مجاهد وعروة ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم فالله أعلم وقال موسى بن عقبة كان بين الفجار وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة قلت وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وهذا يؤيد ما قاله محمد بن إسحاق والله أعلم قال موسى بن عقبة وإنما حمل قريشا على بنائها أن السيولة كانت تأتي من فوقها من فوق الردم الذي صفوه من فوق الردم الذي صفوه فخربه فخافوا فخربه فخافوا أن يدخلها الماء وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء فأعدوا لذلك نفقة وعمالا ثم غدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعهم الذي أرادوا فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئا الوليد ابن المغيرة فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابع فوضعوها فأعجبهم ذلك وقال ابن أسحاق ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي بن كعب وهو الحطيم ثم إن الناس هبوا ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها فأخذ المعول ثم قال عليها وهو يقول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إننا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها فأصبح الوليد غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها ووقع في صحيح البخاري وقد ذكر هذا الخبر في بنيان الكعبة عن يزيد بن رومان قال فنظرت إليها فإذا هي كأسنمة الإبل قال السهيلي وأرى رواية السيرة كالأسنة وهما والله أعلم الهامش قوله كأسنمة الإبل قال السهيلي وتشبيهها بالأسنة لا يشبه إلا في الزرقة لا يشبه إلا في الزرقة وتشبيهها بأسنمة الإبل أولى لعظمها انتهى الهامش قال بن أسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا أو تحالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوئة دما ثم تعاقدهم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمس ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال يا معشر القريش جعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا إلي ثوبا فأتي به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بني عليه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين وروا الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه وهو السائب بن عبد الله أنه حدثه أنه كان فيمن بن الكعبة في الجاهلية قال وكان لي حجر أنا نحته أعبده من دون الله قال وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه علي فيجيء الكلب وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يصغر فيبول عليه قال فبيننا حتى بلغنا موضع الحجر قال فبلينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يتراي منه وجه الرجل فقال بطل من قريش نحن نضعه وقال آخرون نحن نضعه فقالوا اجعلوا بينكم حكما فقالوا أول رجل يطلع من الفج فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم الهامش قوله يثغر أي يفتح عورته ليبول كعادة الكلب حين يرفع إحدى رجليه لبوله انتهى الهامش قال ابن إسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ذراعة ثمان عشرة ذراعة وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف قلت وقد كانوا أخرجوا منها الحجر وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع بالناحية الشاب قصرت بهم النفقة أي لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم وجعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق وجعلوه مرتفع لألا يدخل إليها كل أحد ويدخل من شاء ويمنع من شاء وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة ولولا حدثان قومك بكفر لنقطت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيه الحجر وأدخلت فيها الحجر ولهذا لما تمكن ابن زبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل لها بابان ملتصقان بالأرض شرقيا وغربيا يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر فلما قتل الحجاج بن يوسف ابن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ فيما صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه فعمدوا إلى الحائط الشامي فحصوه وأخرجوا منه الحجر ورصوا حجارته في أرض الكعبة فارتفع بابها فارتفع باباها وسد الغربي واستمر الشرقي على باكاد عليه فلما كان في زمن المهدي أو ابنه المنصور استشار مالكا في إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير فقال مالك رحمه الله إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة فتركها على ما هي عليه فهي إلى الآن كذلك قوله فحصوه أي نقضوه ونثروه انتهى الهامش وأما المسجد الحرام فأول من آخر البيوت من حول الكعبة فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتراها من أهلها وهدمها فلما كان عثبان اشترى دورا وزادها فيه فلما ولي بن الزبير أحكم بنيانه وحسن جدرانه وأكثر أبوابه ولم يوسعه شيئا آخر فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج وكان الذي تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الوالدة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سورة البقرة الآية السابعة والعشرون بعد المئة الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئتين من الجزء الأول انتهى الهامش مبتدعات قريش في حجهم وطوافهم وذكر ابن اسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمز وهو الشدة في الدين والصلابة وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرج منه ليلة عرفة وكانوا يقولون نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة وكانوا لا يدخرون من اللبن اقطا ولا سمنا ولا يسلمون ولا يسلون شحما وهو حرم وهم حرم ولا يدخلون بيتا من شعر ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم إلا ببيت من أدم وكانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش وأن يطوفوا إلا في ثياب قريش فإن لم يجد أحد منهم ثوبا أحد من الحمس وهم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزعة طاف عريانا ولو كانت امرأة ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها كذلك وضعت يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وبعد هذا اليوم لا أحله الهامش قائل هذا البيت هي ضباعة بنت عامر وفي رواية أخرى لهذا البيت وما بدى منه فلا أحله ذكره ابن هشام انتهى الهامش فإن تكرم أحد ممن يجد ثوبا أحمسي فطاف في ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بعد ذلك وليس له ولا لغيره أن يمسها وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى قال ابن اسحاق فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي جمهور العرب من عرفات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سورة البقرة الآية التاسعة والتسعون بعد المئة وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الآيتان الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون من سورة الأعرف الفصل الثاني العهد النبوي المكي تبشير الأنبياء بمبعثه صلى الله عليه وسلم بدء الوحي فترة الوحي منع الجاني عن السراق السمع كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم ذكر سبب إسلام نفر من الصحابة الأمر بتبليغ الرسالة إذاء كفار العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتراض المشركين وتعنتهم في أسئلتهم تكذيب المشركين بالقرآن العظيم الهجرة إلى الحبشة عزم أبي بكر على الهجرة إلى الحبشة موت النجاشي حصار الشعب والصحيف الظالم وفاة أبي طالب وخديجة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف الإسراء والمعراج عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على أحياء العرب بدء إسلام الأنصار بيعة العقب الثانية وأسماء المبايعين تبشير الأنبياء بمبعثه صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسحاق رحمه الله وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان في عهد أنبيائهم إليهم وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية سورة الأعراف الآية السابعة والخمسون بعد المئة وقال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سورة الصف الآية السادسة انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سورة آل عمران الآية الواحدة والثمانون وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحيا ليؤمنن به ولينصرنه ولا يتبعنه يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية سورة البقرة الآية التاسعة والعشرون بعد المئة وروا الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام الهامش قال ابن كثير في موضع آخر تفرد به أحمد ولم يخرجه أحد من الستة وإسناده جيد ورواه أحمد أيضا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ونقول ورواه بنحوه أبو داود الطيارسي والديلمير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد سبق تخريجه في الفصل الأول انتهى الهامش ومعنى هذا أنه أراد بدأ أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدم يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا وروا الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا رواه البخاري الهامش سيأتي بأوسع من هذا في الشمائل والصفات النبوية في القسم الثاني من هذا الجزء بعونه تعالى انتهى الهامش وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن والكاهن لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقع تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تعقد التي كانت تعقد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل وفي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة سورة الجن وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير وكذا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستبعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآيتان التاسعة والعشرون والثلاثون من سورة الأحقاف يقول المؤلف ذكرنا تفسير ذلك كله هناك قال ابن أسحاق وحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففين وفيهم وفيهم نزلت هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سورة البقرة الآية التاسعة والثمنون وسيأتي في أول الهجرة قصة إسلام عبد الله بن سلام وأنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إلي فكنت في من جفل فلما رأيت وجهه قلت إن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام الهامش سيأتي ذكر ذلك في الشمائل في الفصل الثالث من هذا الجزء بعونه تعالى وقوله إن جفل الناس أي أسرعوا إليه انتهى الهامش وثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قصة سؤال عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفة ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده فذكر الحديث فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وروا الحافظ البيهقي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها قال لم تدفعني قال قلت ألا تقول يا رسول الله قال إنما سميته باسبه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم الذي سماني به أهلي محمد فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت بعود معه فقال له سل فقال له اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة فقال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد الحوت قال وما غذاؤهم على إثره قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله فقال اليهودي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به وهكذا رواه مسلم وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن سلام ويحتمل أن يكون غيره والله أعلم وروا وروا الإمام أحمد عن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سورة الإسراء الآية الأولى بعد المئة فقال لا تقل له شيئا فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحر ولا تأكل الربا ولا تمشو ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذف محصنة أو قال لا تفر من الزحف شعبة الشاك الهامش قوله شعبة الشاك هو شعبة بن الحجاج المتوفى عام ستين ومئة للهجرة وهو أحد رواة هذا الحديث انتهى الهامش تكملة الحديث قال وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعاني قال إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجا وابن جرير والحاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به وقال الترمذي حسن صحيح قلت وفي رجاله من تكلم فيه وكأنه اشتبه على الراوي التسع الآيات بالعشر الكلمات وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى وكلمه بها ليلة القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل حول الطور حضور وهارون ومن معه وقوف على الطور أيضا وحينئذ كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر الكلمات وقد فسرت في هذا الحديث وأما التسع الآيات فتلك دلائل وخوارق عادات أيد بها أو أيد بها موسى عليه السلام وأظهرها الله على يديه بديار مصر وهي العصى واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والجدب ونقص الثمرات وقد بصدت القول على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية والله أعلم الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الثانية والأربعين بعد الخمسمائة من الجزء الثالث انتهى الهامش وقد ذكرنا في التفسير الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة السابعة والستين بعد المئة من الجزء الأول حيث شرح هذا الموضوع انتهى الهامش يقول المؤلف وقد ذكرنا في التفسير عند قوله تعالى في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الآيتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون من سورة البقرة ومثلها في سورة الجمعة وهي قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الآية السابعة من سورة الجمعة وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك وأن الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة وأن يدعوا بالموت على المبطل منهم أو المسلمين فنكلوا على ذلك فنكلوا عن ذلك لعلمهم بظلم أنفسهم وأن الدعوة تنقلب عليهم ويعود وبالها إليهم وهكذا دع النصارى من أهل نجران حين حاجوه في عيسى بن مريم فأمره الله أن يدعوهم إلى المباهلة في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سورة آل عمران الآية الواحدة والستون وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة في قوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى سورة مريم في الآية الخامسة والسبعون وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنى الهامش ارجع إلى مواضع هذه الآيات من كتابنا فتح القدير التهذيب تفسير ابن كثير انتهى الهامش وقال عبد الله بن المبارك ثنى معمر عن الزهري قال او ثنى معمر عن الزهري قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره واذا هو رجل من مزينة كان ابوه شهد الحديبية وكان من اصحاب ابو هريرة قال قال ابو هريرة كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء نفر من اليهود وقد زنى رجل منهم وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتخفيف فان افتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتجزنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من انبيائه قال مر عن الزهري وان امرنا بالرجم عصينا فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابو القاسم ما ترى في رجل من نازنا بعدما احصن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع اليهم شيئا وقام معه رجال من المسلمين حتى اتوا بيت مدراس اليهود فوجدهم يتدارسون التوراة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوب على من زنا اذا احصن قالوا نجبيه والتجبية ان يحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر احدهما ظهر الاخر قال وسكت حبرهم وهو فتى شاب فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا الض به النشدة فقال حبرهم اما اذا نشدتهم فانا نجد في التوراة الرجم على من احصن قال النبي صلى الله عليه وسلم فما اول ما ترخصتم امر الله عز وجل فقال زنى رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا فاخر فاخر عنه الرجم فزنى بعده اخر في اسرة من الناس فاراد ذلك الملك ان يرجم فقام قومه دونه فقالوا لا والله لا نرجمه حتى يرجم فلانا ابن عمه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني احكم بما حكم في التوراة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قال الزهري وبلغنا ان هذه الآية نزلت فيهم ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا سورة المائدة الآية الرابعة والاربعون وله شاهد في الصحيح عن ابن عمر الهامش رواه البخاري ومسلم ومالك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انتهى الهامش قلت وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الاحاديث عن قوله تعالى يا ايها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم من اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه سورة المائدة وقوله تعالى وان لم تؤتوه فاحذروا يعني الجلد والتحميم والتحميم هو تسويد الوجه الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند انفسهم يعني ان حكم محمد بهذا فاخذوا وان لم تؤتوه فاحذروا يعني وان لم يحكم لكم بذلك فاحذروا قبوله قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم الى ان قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين سورة المائدة الآية الثالثة والاربعون فذمهم الله تعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة الى اعتقادهم في كتابهم وان فيه حكم الله بالرجم وهم مع ذلك يعلمون صحته ثم يعدلون عنه الى ما ابتدعه من التحميم والتجبية وقال حمد ابن سلم ثنى ثابت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجد اباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يهودي انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هل تجدون في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي فقال لا فقال الفتى بلى والله يا رسول الله ان نجد في التوراة نعتك وصفتك ومخرجك واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال النبي لاصحابه اقيموا هذا من عندي رأسه وَلَوْ لَوْ أَخَاكُمْ قوله وَأَتْبَعُ آمَنُوا وَأَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون من الآية السابعة والخمسين بعد المئة وحتى الآية الثامنة والخمسين بعد المئة من سورة الأعراف وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الآية الرابعة عشر بعد المئة من سورة الأنعم وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون سورة البقرة الآية السادسة والأربعون بعد المئة وقال تعالى قد خلت من قبلكم سننوا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة آل عمران الآية السابعة والثناثون بعد المئة وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به سورة إبراهيم الآية الثانية والخمسون وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ سورة الأنعام الآية التاسعة عشر وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده سورة هود الآية السابعة عشر وقال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ياسين الآية الثمانون فذكر تعالى بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم فكل من بلغه القرآن فهو نذير له قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار رواه مسلم وفي الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عاما وفيهما بعثت إلى الأسود والأحمر وقيل إلى العرب والعجم وقيل إلى الإنس والجن والصحيح أعم من ذلك والمقصود أن البشارات به صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب الموروثة عن الأنبياء قبل حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل وقص الله خبره في ذلك فقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الآية السادسة من سورة الصف فإخبار محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة فيما جاء به من القرآن وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق يدل على صدقه في ذلك قطعا لأنه لو لم يكن واثقا به لأنه لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك لكان ذلك من أشد المنفرات عنه لأنه لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك لكان ذلك من أشد المنفرات عنه ولا يقدم على ذلك عاقل والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه بل هو أعقلهم في نفس الأمر ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغارب وعمت دولة أمته في أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان ضرره أعظم من كل أحد ولو كان كذلك لا حذر عنه الأنبياء أشد التحذير ولنفروا أمامهم منه أشد التنفير فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم ونهوا أمامهم عن اتباعهم والاقتداء بهم ونصوا على المسيح الدجال والأعور الكذاب حتى قد أنذر نوح قومه ومعلوم أنه لم ينص نبي من الأنبياء على التحذير من محمد ولا التنفير منه ولا الإخبار عنه بشيء خلاف مدحه والثناء عليه والبشارة بوجوده والأمر باتباعه والنهي عن مخالفته والخروج عن منطاعته قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الآيتان الواحد والثمانون والثاني والثمانون من سورة آل عمران قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحيا ليؤمنن به ولا يتبعنه رواه البخاري وقد وجدت البشارات به صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر بدء الوحي روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الهامش هذا الحديث رواه البخاري في أول صحيحه وقد وجدنا في المطبوع اختلافا عن الأصل فصوبناه وسيشرح ابن كثير مفرداته لاحقا وفي رواية حتى فاجئه الحق بكسر الجيم أي جاءه بغتة كما سيأتي والآيات من الآية الأولى وحتى الخامسة من سورة العلق انتهى الهامش فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم أوى مخرجيهم فقال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وأخرجه مسلم الهامش وفي رواية للبخاري ومسلم في كتاب الرؤية الكتاب العربي وصححها الزركشي في قوله وكان يكتب العبراني انتهى الهامش فقول أم المؤمنين عائشة أولى ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فرق الصبح يقوم ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عند عبيد بن عمر الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت ما ما أقرأ فغطني حتى ظننت أن الموت حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني وذكر نحو حديث عائشة سواء فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة عن علقمة ابن قيس قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعده وهذا من قبل علقمة ابن قيس نفسه وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده وكان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون عاما أربعون سنة وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة وقال وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث واربعين فمكت بمكة عشرا وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وروا أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين سنة فمكت بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وروا الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشر سنين قال أبو شام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن انتهى كلامه وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه لما يرهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه وحراء يقصر ويمد ويصرف ويمنع وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المار إلى ميناء له قلة مشرفة على مكة له قلة مشرفة على الكعبة منحنية والغار في تلك الحنية وما أحسن ما قال رؤبة ابن العجاج فلا ورب الآمنات القطني ورب ركن من حراء منحني وقوله في الحديث والتحنث التعبد تفسير بالمعنى وإلا فحقيقة التحنث من حيث البنية فيما قاله السهلي السهيلي الدخول في الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك الشيء كحنث أي خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأثم وتهجد هو ترك الهجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر أوردها أبو شام انتهى الشريط الثاني وننتقل إلى الشريط الثالث الشريط الثالث الوجه الأول وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله يتحنث أي يتعبد فقال لا أعرف هذا إنما هو يتحنث من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام قال ابن هشام والعرب تقول التحنث والتحنث يبدلون الفاء من الثاء كما قال جدث وجدف كما قال رؤبة لو كان أحجار من الأجداف يريد الأجداف قال وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثم أو فم في موضع ثم قلت ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أن المراد ثومها الآية الواحدة والستون من سورة البقرة وقد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا وما ذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل شرع إبراهيم وهو الأشبه الأقوى وقيل موسى وقيل عيسى وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخر في أصول الفقه والله أعلم وقوله حتى جاءه الحق وهو بغار حراء أي جاء بغتة على غير موعد كما في رواية أخرى حتى فاجئه الحق وكما قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك الآية سورة القصص الآية السادسة والثمانون وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من الآية الواحدة وحتى الخامسة من سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن كما قررنا ذلك في التفسير وكما سيأتي أيضا في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه وقال ابن عباس ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين وهذا ما لا خلاف فيه بينهم ثم قيل كان ذلك في شهر ربيع الأول كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء الهامش سبق هذا في مولده صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول في هذا الجزء انتهي الهامش والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما نص على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق وغيرهما قال ابن إسحاق مستدلا على ذلك بما قاله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآية الخامس والثمانون بعد المئة من سورة البقرة فقيل في عشره وروي وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل في الرابع والعشرين منه وأما قول جبريل اقرأ فقال ما أنا بقارئ فالصحيح أن قوله ما أنا بقارئ نفي أي لست ممن يحسن القراءة وممن رجحه النووي وقبله الشيخ أبو شام ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات ويؤيد الأول رواية أبي نعيم ما من حديث المعتمر ابن سليمان عن أبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف وهو خائف يرعد ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أكتب وما أقرأ فأخذه جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه فقال له اقرأ فقال محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب يروى فغطني كما في الصحيحين وغتني ويروى قد غتني أي خنقني وقوله حتى بلغ مني الجهد يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب والرفع وفعل به ذلك ثلاثا قال أبو سليمان الخطابي وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديب فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء الهامش الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة هو عرق يغسل الجلد كثرة كذا في القاموس المحيط انتهى الهامش وقال غيره إنما فعل ذلك لأمور منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس كما قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا سورة المزمل الآية الخامسة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوحي يحمر وجهه ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد وقوله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وفي رواية بوادره جمعوا بادرة قال أبو عبيدة وهي لحمة بين المنكب والعنق وقال غيره هو عروق تضطرب عند الفزع وفي بعض روايات ترجف بآدله وحدتها بادلة وقيل بادل وهو ما بين العنق والترقوة ما بين العنق والترقوة وقيل أصل الثدي وقيل لحم الثديين وقيل غير ذلك فقال زملون زملون فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة مالي أي أي شيء عرض لي وأخبرها ما كان من الأمر ثم قال لقد خشيت على نفسي وذلك لأنه شاهد أمرا لم يعهده قبل ذلك ولا كان في خلده ولهذا قالت خديجة أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا وهذا لعلمها بما أجر الله به جميل العوائد في خلقه أن من كان متصفا بصفات الخير لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة فقالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وقد كان مشهورا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق وتحمل الكل أي عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤونة عياله وتكسب المعدوم أي تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت إنما الميت ميت الأحياء وقال أبو الحسن التهامي فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم عد ذا الفقير ميتا وكساه كفنا باليا ومأواه قبرا وقال الخطابي الصواب وتكسب المعدم وتكسب المعدم أي تبذل إليه أو يكون تكسب المعدم بعطيته مالا يعيش فإن فإن مثل هذا لا يمدح به غالبا وقد ضعف هذا القول عياض والنووي وغيرهما والله أعلم وقولها وتقري الضيف أي تكرمه في تقديم قراه وإحسان وإحساني وتعين على نوائب الحق ويروى الخير أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيها وقمت مع صاحبها حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش وقوله ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان شيخا كبيرا قد عميا وقد قدمنا طرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمر بن نوفيل رحمه الله وأنه كان ممن تنصر في الجاهلية ففارقهم وارتحل إلى الشام هو وزيد بن عمر وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش فتنصروا كلهم لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق إلا زيد بن عمر ابن نوفيل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفا وتأويل فأبت فطرته الدخول فيه أيضا وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه فراجع يتطلب ذلك واستمر على فطرته وتوحيده لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسمها في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بما كانت خديجة تنعته له وتصفه له وما هو منطو عليه من الصفات الطاهرة الجميلة وما ظهر عليه من الدلائل والآيات ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به إليه فوقفت به عليه وقالت ابن عم اسمع من ابن أخيك فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال ورقة سبوح سبوح هذا النموس الذي أنزل على موسى ولم يذكر عيسى وإن كان متأخرا بعد موسى لأنه كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليه السلام ونسخت بعضها على الصحيح من قول العلماء كما قال كما قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم سورة آل عمران الآية الخمسون وقول ورقة هذا كما قالت الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم سورة الأحقاف الآية الثلاثون الهامش سبق هذا في أخبار العرب في القسم الرابع من الجزء الأول انتهى الهامش ثم قال ورقة يا ليتني فيها جذعا أي يا ليتني أكون اليوم شابا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وقوله يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك يعني حين أخرج معك وأنصرك أي حتى أخرج معك وأنصرك فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال السهيلي وإنما قال وإنما قال ذلك لأن فراق الوطن شديد على النفوس فقال نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا وقولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي أي توفي بعد هذه القصة بقليل فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي وانية صالحة للمستقبل الهامش قوله وانية صالحة للمستقبل ثم ذكر ابن كثير بعد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ورقة ابن نوفل من أهل الجنة وهي روايات لم تخلوا واحدة منها من مقال فلا تصلح للاحتجاج فابن كثير يميل إلى قول القائلين من العلماء بأن ورقة آمن وأسلم وعده بعضهم من الصحابة ولكن القول الصحيح هو أن ورقة كان على النصرانية حتى مات وقد مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة وقد ذهب معظم العلماء إلى أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما قول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فهو وعد منه لم يتحقق وعلى هذا فهو من أهل الفترة والله أعلم انتهى الهامش فترة الوحي قال البخاري في روايته المتقدمة الهامش قوله قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فترة الوحي هذا القول رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري من قوله فيما بلغه ورواه عنه أيضا أحمد في مسنده وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم ولا في غيره أما الحكمة في فتور الوحي مدة فليذهب عنه صلى الله عليه وسلم فليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود أما مدة انقطاع الوحي فقد روى أحمد بن حنبل في تاريخه عن عامر الشعبي أن فترة الوحي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين وبه جزم ابن وسحاق وهذه الفترة هي ما بين نزول إقرأ ويا أيها المدثر ولا يلزم من فترة الوحي هذه عدم مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل تأخر نزول القرآن عليه فقط انتهى الهامش قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فترة الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي بنفسه نفسه تبدله جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك وفي الصحيحين من حديث الزهري قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجاثئت منه فجئت فجاثئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر الهامش الهامش فجاثئت بفتح الجيم بعدها همزة مكسورة أي فزعت والآيات من الآية الواحدة وحتى الخامسة من سورة المدثر انتهى الهامش قال أبو سلم والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع فهذا كان أول ما نزله أو أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي لا مطلقا لا مطلقا ذاك قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فإن في سياق كلامه ما يدل على تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانيا بما عرفه به أولا إليه ثم قوله يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا الإيحاء والله أعلم وقد ثبت في الصحيحين عن يحي بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت وقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت وقرأ باسم ربك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزل نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني رعدة أو قال وحشة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر حتى بلغ وثيابك فطهرت وقال في رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجتيت منه وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه والله أعلم ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها قاله محمد بن إسحاق قال بعض القراء ولهذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها فرحا وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أول القرآن من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر ولكن نزلت سورة الضحى بعد فترة أخرى كانت لياليا يسيرة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا ثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع أي تدارك شيئا بعد شيء وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب والبعيد والأحرار والعبيد فآمن به حينئذ كل لبيب نجيب سعيد واستمر على مخالفته وعسيانه كل جبار عنيد فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ومن الغلمان علي بن أبي طالب ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم وأرضاهم منع الجاني عن استراق السمع لقد منع الجانو ومردت الشياطين عن استراق السمع حين أنزل القرآن لألا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أنحجبهم عن السماء كما قال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الآيات من الثامنة وحتى العاشرة من سورة الجن وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون من الآية العاشرة بعد المائتين وحتى الآية الثانية عشر بعد المائتين من سورة الشعراء وروى الحافظ أبو نعيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعة فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فتكون باطلا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس هذا لأمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فأخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم قاعد للسمع فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا قال فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا فلم يرفع رؤوسهم حتى ينزل فإذا نزل قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلي الكبير وإن كان ممن يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شات وذو الإبلي فينحر كل يوم بعير فأسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا فإن كانت النجوم التي يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا وصرف الله الجن فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه فقال هذا حدث حدث في الأرض فأتوني من كل أرض بتربة فأتوه بتربة تهامة فقال ها هنا الحدث رواه البيهقي والحاكم في الحديث الماضي قوله فأسرع الناس في أموالهم أي ذبحوا الكثير منها انتهى الهامش وروا البيهقي والحاكم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا قال كنا نقول مات عظيم وولد عظيم فقال لا ولكن فذكر الحديث الهامش هذا الحديث رواه مسلم أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونصه بتمامه بلفظ الترمذي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفون ويزيدون انتهى الهامش كيفية إتيال الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول أمره وثاني أمره أيضا وروا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به ورواه الإمام أحمد بنحوه وفي حديث الإفك الهامش حديث الإفك هو حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفيه سرد قصة حديث الإفك الذي روج له رأس النفاق عبد الله بن أبي السلولي انتهى الهامش وفي حديث الإفك قالت عائشة فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه في البرحاء الهامش البرحاء بضم الباء الموحدة وفتح الرا هي الشدة فأخذه انتهى الهامش فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه وفي رواية وغمض عينيه وكنا نعرف ذلك منه وفي الصحيحين حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين سورة النساء الآية الخامسة والتسعون وقوله مثل الجمان الجمان بضم الجيم هو الدر شبهة السيدة عائشة رضي الله عنها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن انتهى الهامش وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه وفي رواية وغمض عينيه وكنا نعرف ذلك منه وفي الصحيحين حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين فلما شك ابن ام مكتوب ضرارته نزلت غير اولي الضرر قال وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وانا اكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي وفي صحيح مسلم عن يعلى ابن امية قال قال لي عمر ايسرك ان تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى اليه بالجعرانة فاذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر الهامش الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين المهملة موضع بين مكة والطائف وقوله كما يغط البكر الغط هو الهدر والبكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف هو الفتيء من ولد الناقة اي كان صلى الله عليه وسلم يسمع له حين الوحي غطيط وهدير انتهى الهامش وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب وان سودة خرجت بعد ذلك الى المناصع ليلا الهامش المناصع جمع منصع وهي مواضع التخلي لبول او حاجة انتهى الهامش فقال عمر قد عرفناك قد عرفناك يا سودة فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعش والعرق في يده بل والعرق في يده فاوحى الله اليه والعرق في يده ثم رفع رأسه فقال انه قد اذن لكنا ان تخرجنا لحاجتكن الهامش العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء هو العظم اكل اكل لحمه هو العظم اكل لحمه انتهى الهامش فدل هذا على انه لم يكن الوحي يغيب عنه احساسه بالكلية فدل هذا على انه لم يكن الوحي يغيب عنه احساسه بالكلية بدليل انه جالس ولم يسقط العرق ايضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه وروا ابو داود الطيالسي عن ابن عباس قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وامسك عن اصحابه ولم يكلمه احد منهم وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وهو على راحلته قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به انا علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بيانه من الاية السادسة عشر وحتى التاسعة عشر من سورة القيامة وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما الاية الرابعة عشر بعد المئة من سورة طاها وكان هذا في الابتداء كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على اخذه من الملك ما يوحي اليه عن الله عز وجل عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة يساوقه اي يسابقه انتهى الهامش ليساوقه في التلاوة فامره الله تعالى ان ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي وتكفل له ان يجمعه في صدره وان يسر عليه تلاوته وتبليغه وان يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه ولهذا قال فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه اي فاستمع له وتدبره ثم ان علينا بيانه وهو نظير قوله وقل رب زدني علما وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير علي بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتي فانزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدره ثم تقرأه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وانصد ثم ان علينا بيانه قال فكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الوجه الثاني اول من اسلم قال ابن اسحاق ثم تتابع الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بما جاءه منه قد قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وصفتهم ومصد وللنبوة 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 اثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستطيع بها الا اهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما امر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والاذى قال ابن اسحاق واملت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على امره وكانت اول من امن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله لا يسمع شيئا يكرهه من من رد عليه وتكذيب له من رد عليه وتكذيب من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك الا فرج الله عنه بها اذا رجع اليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه امر الناس رضي الله عنها وارضاها قال ابن اسحاق وحدثني هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان ابشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام قال ابن هشام القصب ها هنا اللؤ المجوف قال ابن اسحاق وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جميع ما انعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا الى من يطمئن اليه من اهله وقال موسى بن عقبة عن الزهري كانت خديجة اول من امن بالله وصدق رسوله قبل ان تفرض الصلاة قلت يعني الصلاوات الخمس ليلة الاسراء فام اصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله عنها وقال ابن اسحاق وكانت خديجة اول من امن بالله ورسوله وصدق بما جاء به ثم ان جبريل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من زمزم فانفجرت له عين من ماء زمزم فتوضأ جبريل ومحمد عليهم السلام ثم صلى ركعتين وسجد اربع سجدات ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله فاخذ يد خديجة حتى اتى بها الى العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين واربع سجدات ثم كان هو وخديجة يصليان سر قلت قلت صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين فبين له اوقات الصلاة الصلوات الخمس اولها واخرها فان ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الاسراء وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان الهامش سيأتي بيانه في قصة الاسراء والمعراج في هذا الفصل بعونه تعالى انتهى الهامش قال ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح عن مجاهد قال وكان مما انعم الله به على علي ان قريش اصابتهم ازمة شديدة وكان ابو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من ايسر بن هاشم يا عباس ان اخاك ابو طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الازمة فانطلق حتى تخفف عنه من عياله فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي وآمن به وصدقه روى ابن جرير عن محمد بن المنكدر وربيعة ابن ابي عبد الرحمن وابي حازم والكلبي قالوا علي اول من اسلم قال الكلبي اسلم وهو ابن تسع سنين وقال ابن اسحاق وقال ابن اسحاق اول ذكر امن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه علي ابن ابي طالب وهو ابن عشر سنين وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام وروا وروا الواقدي عن مجاهد قال اسلم علي وهو ابن عشر سنين قال الواقدي واجمع اصحابنا على ان علي اسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة وقال محمد بن كعب اول من اسلم من هذه الام خديجة واول رجلين اسلم ابو بكر وعلي واسلم علي قبل ابي بكر وكان علي يكتم ايمانه خوفا من ابي حتى لقيه ابوه قال اسلم قال نعم قال وازر ابن عمك وانصره وازر ابن عمك وانصره قال وكان ابو بكر الصديق اول من اظهر الاسلام وروا ابن جرير من حديث شعبة عن عمر ابن مره عن ابي حمزة وهو رجل من الانصار سمعت زيد ابن ارقم يقول اول من اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب قال ذكرته لن خعيف انكره وقال ابو بكر اول من اسلم وقال ابو بكر اول من اسلم وقال اخرون اول من اسلم من هذه الامة ابو بكر الصديق الهامش القائل هو عمر ابن مرة الراوي عن ابي حمزة انتهى الهامش والجمع بين الاقوال كلها ان خديجة اول من اسلم من النساء وقيل الرجال ايضا واول من اسلم من الموال زيد بن حارثة واول من اسلم من الغلبان علي بن ابي طالب فانه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور وهؤلاء كانوا اذ ذاك اهل البيت واول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق واسلامه كان انفع من اسلام من تقدم ذكرهم اذا كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرمة وصاحب مال ودعية الى الاسلام وكان محببا متألفا ببدل يبذل المال في طاعة الله ورسوله فقد كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان يعلم من صدقه وامانته وحسن سجيته وكرم اخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق فكيف يكذب على الله ولهذا بمجرد ما ذكر له ان الله ارسله بادر الى تصديقه ولم يتلع ثم وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي الدرداء في حديث ما كان بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصوم وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا لصاحبي مرتين فما اوذي بعدها وهذا كالنص على انه اول من اسلم رضي الله عنه الهامش ونص هذا الحديث بتمامه عن ابي الدرداء عغيمر ابن زيد الانصاري رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدع الركب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر اي خاصم فسلم وقال يا رسول الله انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه ثم ندمت فسألت ان يغفر لي فاب علي فاقبلت اليك فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فسأل اثم ابو بكر فقال لا فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر اي تذهب نظارته من الغضب حتى اشفق ابو بكر فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله انا كنت اظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا لصاحبي مرتين فما اوذي بعده انتهى انتهى الهامش وقد روى الترمذي وابن حبان عن ابي سعيد الخدري قال قال ابو بكر من الصديق رضي الله عنه الست احق الناس الست اول من اسلم الست صاحب كذا وقال شعبة عن عمر بن مرة عن ابي حمزة عن زيد بن ارقم قال اول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رواه احمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن ابي حمزة عن زيد بن ارقم قال اول من اسلم علي ابن ابي طالب قال عمر ابن مرة فذكرته لابراهيم النخعيف انكر وقال اول من اسلم ابو بكر الصديق رضي الله عن وروا الواقدي باسانيده عن ابي اروى الدوسي وابي مسلم ابن عبد الرحمن في جماعة من السلف اول من اسلم ابو بكر الصديق وقال ابو القاسم البغوي حدثني سريج ابن يونس حدثنا يوسف ابن الماجشون قال ادركت مشيختنا منهم محمد ابن المنكدر وربيعة ابن ابي عبد الرحمن وصالح ابن كيسان وعثمان ابن محمد لا يشكون ان اول القوم اسلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه قلت وهكذا قال ابراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن ابراهيم وهو المشهور عن جمهور اهل السنة وروا ابن عساكر عن سعد ابن ابن وقاس ومحمد ابن الحنفية انهما قال لم يكن ابو بكر اولهم اسلام ولكن كان افضلهم اسلام قال سعد وقد امن قبله خمسة وثبت في صحيح البخاري من حديث همام ابن الحارث عن عمار ابن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسة اعبد وامرأتان وابو بكر وروا الامام احمد وابن ماجع عن ابن مسعود رضي الله وعنه قال اول من اظهر الاسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم ادرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول احد احد وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلة قال ابن جرير وقال اخرون كان اول من اسلم زيد ابن حارثة ثم روية من طريق الواقدي عن عن ابن ابي ذئب سألت الزهري او الزهري من اول من اسلم من النساء قال خديجة قلت فمن الرجال قال زيد ابن حارثة وكذا قال عروة وسليمان ابن يسار وغير واحد اول من اسلم من الرجال زيد ابن حارثة وقد اجاب ابو حنيفة رحمه الله تعالى بالجمع بين هذه الاقوال بان اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر ومن النساء خديجة ومن البوال زيد ابن حارثة ومن الغلمان علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين قال قال محمد ابن اسحاق فلما اسلم ابو بكر واظهر اسلام دعا الى الله عز وجل وكان ابو بكر رجلا متألف لقومه محبا سهلا وكان انسب قريش لقريش واعلم قريش بما كان فيها من خير وشر وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه فاسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فانطلقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم ابو بكر فعرض عليهم الاسلام وقرأ عليهم القرآن وانبأهم بحق الاسلام فآمنوا وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الاسلام صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله الهامش قوله كان أنسب قريش لقريش أي أعلمهم بأنسابهم وكان أبو بكر رضي الله عنه من نسابة العرب انتهى الهامش وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفي فقلت ما أنت قال أنا نبي فقلت وما النبي قال رسول الله قلت الله أرسلك قلت الله أرسلك قال نعم قلت بما أرسلك قال بأن يعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتوصل الأرحام قال قلت نعم ما أرسلك به فمن تبعك على هذا قال حر وعبد يعني أبا بكر وبلالة قال فكان عمر يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام قال فأسلمت قلت فأتبعك يا رسول الله قال لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعبد اسم جنس وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر فإنه قد كان جماعة قد أسلم قبل عمر بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المؤمنين كانوا إذكا يستسرون بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دعي الأجانب دع أهل البادية من الأعراب والله أعلم وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام وقد علم أن الصديق وعلي وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد منه ابن الأثير ونص أبو حنيفة رحمه الله على أن كل من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه والله أعلم وأما قوله ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل وما أدري على ماذا يوضع علي إلا أن يكون أخبر بحسب علمه والله أعلم ذكر سبب إسلام نفر من الصحابة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهامش ذكر ابن كثير قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سياق سرده أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة الآتية في هذا القسم فوضعناها هنا مع مثيلاتها من قصص إسلام بعض الصحابة التي ذكرها ابن كثير متفرقة انتهى الهامش قال ابن إسحاق وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل كانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد وهم مستخفون بإسلامهم من عمر وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من بني عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه من قومه وكان خباب بن الأرد يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر ابن أبي قحاف الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة فلقيه نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر قال أريد محمدا هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتل فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال وأي أهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلم وتابع محمد على دينه فعليك بهما فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن الأرد معه صحيفة فيها طاها يقرئها إياها فلما سمع حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دن إلى الباب قراءة خباب عليها فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت قالا له ما سمعت شيئا ما سمعت شيئا قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطشا بختانه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بد لك فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى وقال لأخته اعطيني وقال لأخته اعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون آنفا انظروا ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طاها فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فلما سمع ذلك خباب بن الأرث خارج إليه فقال له والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفى معه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمع صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فإذا هو بعمر متوشحا بسيف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف فقال حمزة فأذل له فإن كان جاء يريد خيرا بدلناه وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذل له فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة فقال ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرا فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم قال ابن أسحاق فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر حين أسلم رضي الله عنه قال ابن أسحاق وحدثني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث فقيل له جميل ابن معمر الجمحي فغدا عليه قال عبد الله وغدوت أتبع أثرة وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صب قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطلح فقعد الهامش قوله طلح أي أعيا كذا في النهاية لابن الأثير في تفسيره هذا الخبر انتهى الهامش قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدى لكم فأحلفوا بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناهم لكم أو تركتموها لنا قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم فقالوا صبأ عمر قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا خلوا عن الرجل قال فوالله لك أنما كانوا ثوبا كشط عنه قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك قال ذك أي بني العاص بن وائل السهمي وهذا إسناده جيد قوي وهو يدل على تأخر إسلام عمر لأن ابن عمر عرضع يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث من الهجرة وقد كان مميزا وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين وذلك بعد البعتة بنحو تسع سنين والله أعلم إسلام خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه روى البيهقي أن إسلام خالد ابن سعيد ابن العاص كان قديما وكان أول إخوته أسلم وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به أو وقف به على شفير النار فذكر من سعتها ما الله أعلم به ويرى في النوم كأن آت أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع الهامش الهامش قوله بحقويه مثنى حق بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي بإزاره على خسريه انتهى الهامش ففزع من نومه فقال أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق فلقي أبا بكر ابن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال أريد بك خير أريد بك خير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام والإسلام يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا رسول الله يا محمد إلى ما تدعو قال أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده وممن لا يعبده قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه وقال والله لأمنعنك القوت فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال يونس بن بكير أو بكير عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من من أسلم وكان واعية أن أبا جهل أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه فذكر ذلك لحمزة ابن عبد المطلب فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصر أبا جهل منه وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت قال حمزة ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا فكفوا عما كانوا يتناولون منه وقال حمزة في ذلك شعرا الهامش لم يذكر ابن كثير هنا شعرا حمزة وذكر السهيلي في الروض الآنف قطعة له مطلعها حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيفي إذا تليت رسائله إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف انتهى الهامش قال ابن إسحاق ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابع وتركت دين آبائك للموت خير لك مما صنعت فأقبل حمزة على نفسه وقال ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد أم غي شديد فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره فأنقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك الصادق شهادة الصدق فأظهر فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على دين الأول فكان حمزة ممن أعز الله به الدين وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إسلام أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه روى الحافظ البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ الحاكم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت ربع الإسلام أسلم قبل ثلاثة نفر وأنا الرابع أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سياق مختصر وقال البخاري باب إسلام أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخي الهامش لأخيه هو أنيس بن جنادة بالتصغير رضي الله عنه واسم أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه انتهى الهامش قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم اتني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بشعر وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت فتزود فتزود وحمل شنة فيها ماء الهامش شنة بفتح الشين المعجمة والنون المشددة قربة خلقة انتهى الهامش فتزود فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره ان يسأل عنه حتى ادركه بعض الليل اضطجع اما نال للرجل يعلم منزل الهامش اما نال اي اما انا انتهى الهامش فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال الا تحدثني الا تحدثني بالذي اقدمك قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فاخبره قال فانه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش قوله قال القائل هو علي رضي الله عنه انتهى الهامش قال فانه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصبحت فاتبعني فاني ان رأيت شيئا اخاف عليك قمت كأني اريق الماء وان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله واسلم واسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى يأتيك امري فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى بأعلى صوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم قام فضربوه حتى اضجعوه واتى العباس فاكبع عليه قال ويلكم الستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام فالقذه منهم ثم عاد من الغدي لمثلها فضربوه وثاروا عليه فضربوه وثاروا اليه فاكب العباس عليه هذا لفظ البخاري الهامش قوله هذا لفظ البخاري ان ما اثبتناه هو لفظ البخاري ولم يكن في المطبوعة سليما انتهى الهامش انتهى الشريط الثالث وننتقل الى الشريط الرابع الشريط الرابع الوجه اول ازل في الحقيقة عن اسلام ابي فاري يلق عنه قد اسلامه مقبوضة بصحة مسلم وغيره اروا الامام احمد عن الهام الصام قال ابو ذر خرجنا في قومنا غفار وكانوا يحلون شهر القرام انا واخي اونيس وامنا انطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وليهيئة فاكرمنا خالنا واحسن الينا اسدنا قومه فقالنا انك اذا خرجت عن اهلك خلفك اليهم اونيس فجاء خالنا فنسى عليه ما قيل له الهامش فنسى عليه وفي رواية مسلم فنسى علينا ايه اشاع وافشاع انتهى الهامش فنسى عليه ما قيل له فقلت له اما ما مضى من معروفك فقد فقدرته ولا جماعة لنا فين بعد فقال فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها الهامش قوله سرمتنا بفصل الصاد المقملة اي ابن لنا والسرمة القطعة من الابن وتطلق عن غنم ايضا انتهى الهامش فقال فقربنا سرمتنا فاحتملنا عليها وتغفى خاننا بحوب وجعل يبكي قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة قال فناثر انيس رجلا عن سرمتنا وعن مثلها فأتي الكاهن فخير انيسا فأتي فأتانا بسرمتنا ومثلها وقد صليت يا ابن اخي الهامش فنافر اي راهن اوليس رجلا اخر على اي السرمتين افضل فايهما كان افضل اخذ السرمتين وقوله فأتي الكاهن فخير اوليسا فأتي الكاهن فخير اوليسا اي اتكما الى الكاهن فحكم بان سرمة اونيس افضل فاخذ السرمتين وربح الرهان انتهى الهامش فخير اونيسا فأتانا بسرمتنا ومثلها وقد صليت يا ابن اخي قبل ان انقى رسول الله صلى الله عليه وطلم ثلاث سنين قال قلت لمن قال لله قلت فأين توجه قال حيث وجه من الله عز وجل قال واصلي عشاء حتى اذا كان بالاخر الليل انقيت كأني كفاء حتى تعلون الشمس الهامش قوله كفاء بكسر الخاء المعجمة الفوقية اي كساء اي لمت متعبا انتهى الهامش قال فقال اونيس ان لي حاجة بمكة فاكفري حتى اتي قال فانطلق فراك علي الهامش قوله فاكفني بهمزة بهمزة القطع اي قم بامري حتى اتي وقوله فراك علي اي ابطأ في العودة انتهى الهامش ثم اتاني فقلت ما حبثك قال لقيت رجلا يزعم ان الله ارسله على دينك قال فقلت ما يقول النس له قال يقولون انه شاعر وساحر وكاهن قال وكان انيس شاعرا قال فقال لقد سمعت الكفان فما يقول بقولهم وقد وضعت قوله على اقراء الشعر فوالله ما يلتأم لسان احد انه شعر الهامش قوله اقراء الشعر بفتح الامزة الاولى جمع قر اي القافية اي ليس ما يقوله من نوع الشعر المقفى انتهى الهامش فوالله ما يلتأم لسان احد انه شعر والله انه لصادق وانهم لكاذبون قال فقلت له هل انت كافي حتى هل انت كافية حتى انطلق فانظر قال دعم وكن من اهل مكة على حذر فانه وكن قال نعم وكن من اهل مكة على حذر فانهم قد شانفوا له وتجهموا له الهامش قوله شانفوا له وتجهموا له بالفاء وكسر يقال شانف له ففرح ابغضه وكره وما عما تجهم له ان يستقبلوه بوجه كريم انتهى الهامش قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت له اين هذا الرجل الذي تدعونه الصعب الهامش قوله فتضعفت اي نظرت الى اضعافهم فسألته لان الضعيف مأمون غائلة غالبا انتهى الهامش فقلت اين هذا الرجل الذي تدعونه الصابع قال فاشار الي فما لا اهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب احمر قوله كأني نصب احمر اي من كثرة الدماء التي سالت مني بسبب ضربهم لان العرب كانت تنصب في الجاهلية الحجر وتذبح عنده فيحمر بالدم ومنه قوله تعالى في بيان ما حرم ما حرم اكله وما ذبح على النصب انتهى الهامش كأني نصب الاحمر فاتيت زمزم فشرفت من مائها وغسلت عن الدم ودخلت بين الكعبة واستارها فنبثت به يبنأ خي ثلاثين من يوم وليلة ما لطعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قوله عكن بطني جمع عكن وهي الطي في البطن من السمن اي انتنت من كثرة السمن وانطوت وهي الطي في البطن من السمن اي انتنت من كثرة السمن وانطوت انتهى الهامش يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قوله سخفة جوع بضم السين وفتحها وإسكان الخاء المعجمة أي رقة الجوع وطعفه وهزالة انتهى الهامر قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء اضحيان قمراء اضحيان بكسر الهمزة والحاء المؤمنة بينهما ضاد معجمة ساكنة أي ليلة مغبرة مضيئة انتهى الهامر فضرض الله على أصلخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير مرأتين فأتت علي وهما يجعوان إسافا ونائلا الهامش إسافا ونائلا صنمان لأهل مكة كان أحدهما على الصفا والآخر على المروه وكان العرب يعظمونهما انتهى الهامش قال فقلت أنكحوا أحدهما الآخر فما سناهما ذلك قال فأتت علي فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكن قال قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كانها هنا أحد من أنفارنا قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر وهما هابطان من الجبل فقال با لكما في الهامش قوله وهن مثل الخشبة غير أني لم أكن الهن كناية عن الفرج والذكر يقول قلت لهما معنى الهن من دون استعمال الكناية بأن قلت لهما أير مثل الخشبة يريد سب إساف ونائلة انتهى الهامش فقالت الصابئ بين الكعبة وأستارها قال ما قال لكما قالت قال لنا كلمة تملأ الفم قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى ثم قال فأتيته فكنت أول من حيث إياه بتحية أهل الإسلام فقال وعليك السلام ورحمة الله فمن أن قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار قال فأردت أن آفذ بيده فقدعني صاحبه قوله فقدعني بدال المهملة أي كفني ومنعني انتهى الهامش وكان أعلم به مني قال متى كنت هاهنا قلت كنت هاهنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكل بطني وما وجدت على كبدي سخفة سخفة جوع قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم الهامش قوله صلى الله عليه وسلم طعام طعم بضم الطاء المهملة الثانية وسكون العين المهملة أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام انتهى الهامش قال فقال أبو بكر ائذن لي رسول الله في طعامه الليلة قال ففعل قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائب قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها فلبثت ما لبثت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد وجهت الى ارض ذات نخل ولا احسبها الا يترب فهل انت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال فانطلقت حتى اتيت اخي انيس قال فقال لي ما صنعت قال قلت صنعت اني اسلمت وصدقت قال فما بي رغبة عن دينك فاني قد اسلمت وصدقت ثم اتينا امنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فاني قد اسلمت وصدقت فت فتح فتحملنا فتحملنا حتى اتينا قومنا غفار قال فاسلم بعضهم قبل ان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يأمهم خفاف ابن ايماء ابن رحبة الغفاري وكان سيدهم يوم الهامش خفاف ابن ايماء ابن رحبة رحبة الغفاري هو هكذا في رواية الامام احمد في مسنده وفي صحيح مسلم ايماء ابن رحبة الغفاري قال ابن حجر في الاصابة ولكن ذكر احمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سليمان ابن المغيرة هل هو خفاف ابن ايماء او ابوه ايماء ابن رحبة وعلى هذا يمكن ان يكون ان يكون اسلام خفاف تفدم على اسلام ابي انتهى انتهى الهامش فاسلم بقيتهم فقال واجاءت وقال بقيتهم اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمنا قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم بقيتهم قال وجاءت اسلم فقالوا يا رسول الله الله اخواننا مسلم على الذي اسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلم واسلم سالم سالم الله ورواه مسلم بنحوه اسلام ضماد رضي الله عنه روى مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضماد مكة وهو رجل من ازد شنوء وكان يرقى من هذه الرياح الهامش من هذه الرياح وفي مسلم من هذه الرياح اي اي مس الجن انتهى الهامش فسمع سفهاء من سفه مكة يقولون ان محمدا مجرون فقال اين هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي فلقيت محمدا فقلت اني ارقي من هذه الرياح وان الله يشفي على يدي من شاء فهالما فقال محمد صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات فقال والله لقد سامعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء كما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلما يدك ابايعك على الاسلام فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وعلى قومك فقال وعلى قومي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش السرية هل اصبتم من هؤلاء القوم شيئا فقال رجل منهم اصبت منهم مطهرة فقال ردها عليهم فانهم قوم ضماد وفي رواية فقال له ضماد اعد علي كلماتك هؤلاء فلقد بلغنا قاموس البحر الهامش قاموس البحر بالقاف وفي نسخ صحيح مسلم ناعوس بن نون وقد مال ابن الاثير في النهاية الى انه تصحيق من بعضهم وان الصواب قاموس البحر كما في سائر روايات اي وسط البحر ولجته انتهى الهامش اسلام الطفيل ابن عمر الدوسي رضي الله عنه الهامش ذكر ابن كثير قصة اسلام الطفيل ابن عمر وهذه هذه بعد سرده خبر حصار الشعب ونقض الصحيفة الذي سيأتي في هذا الفصل فوضعنا قصة اسلامه هنا جمعا للموضوع الواحد انتهى الهامش ذكر ابن اسحا قصة الطفيل ابن عمر الدوسي مرسلة وكان سيدا وطاعا شريفا في دوس وكان قد قدم مكة فاجتمع به اشراف القريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه ان يجتمع به او يسمع كلامه فقال والله ما زال بي حتى اجمعت ان لا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا فرقا من ان يبلغني شيء من قوله وانا لا اريد ان اسمع الهامش كرسفا بضم الكاف والسين المهمنة اي قطنا فعلى ذلك خشية ان يسمع شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما حذره منه كفار مكة انتهى الهامش قال فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال فقمت منه قريبا فابى الله الا ان يسمع ني بعض قوله قال فسمعت كلاما حسنا قال فقلت في نفسي واثك لا امي والله اني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان الذي يأتي به حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته دخلت عليه فقلت يا محمد ان قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا قال فوالله ما برث بي يخوفون امرك حتى سددت اذني بكرسف لان لا اسمع قولك ثم ابى الله الا ان يسمعني قولك فسمعت قولا حسنا فاعرض علي امرك قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام وتلى وثلى علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا اعدل منه قال فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله اني امرء مطاع في قومي واني راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام فادعو الله ان يجعل لي اية تكون لي عونا عليهم فيما ادعوهم اليه قال فقال اللهم اجعل له اية قال فخرجت الى قومي حتى اذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل المصباح وقع بين عيني نور مثل المصباح قال فقلت اللهم في غير وجهي فاني اخشى ان يظن ان يظن ان يظن بها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم قال فتحول فوقع في رأس صوتي قال فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في رأس صوتي كالقنديل المعلق وانا اتهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فاصبحت فيهم فلما نزلت اتاني ابي وكان شيخا كبيرا فقلت اليك عني يا ابتي فلست منك ولست مني قال ولم يا بني قال قلت اسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال اي بني فدينك ديني فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم اتني حتى اعلمك مما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم قال ثم اتتني صاحبتي فقلت اليك عني فلست منك ولست مني قالت ولم بابي انت وامي قال قلت فرق فرق بيني وبينك الاسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال فقلت فاذهبي الى حمى الى حمى ذي الشرى فتطفر منه وكان ذو الشرى صنما لدوس وكان الحمى حمى حموه حول به وشل من ماء يهبط من جبل الهامش وشل بفتحتين للواوي والشين المعجمة هو الماء القليل يتحلب من جبل او صخرة ولا يتصل قطره انتهى الهامش وكان الحمى حمى حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل قالت بابي انت وامي اتخشى علي الصبية من ذي الشرى شيئا قلت لا انا ضامن لذلك قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت ثم دعوت دوسا الى الاسلام فابطأ علي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا رسول الله انه قد غلبني على دوس ازنا فادعو الله عليهم قال اللهم اهد دوسا ارجع الى قومك فادعوهم وارفق بهم قال فلم ازل بارض دوس ادعوهم الى الاسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومضى بدر واحد والخندق ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين او ثمانين بيتا من دوس حتى نزلت المدينة بسبعين او ثمانين بيتا من دوس فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاسهم لنا مع المسلمين ثم لم ازل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة قال ابن اسحاق ثم رجع الى رسول الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن ارض نجد كلها ثم سار مع المسلمين الى اليمامة ومعه ابنه عمر من الطفيل فرأى رؤيا وهو متوجه الى اليمامة فقال لاصحابه اني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي رأيت ان رأسي حلق وانه خرج من فمي طائر وانه لقيت مرأة فادخلت ني في فرجها واربني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته حبس عني قالوا خيرا قال اما انا والله فقد اولتها قالوا ماذا قال اما حلق رأسي فوضعه واما الطائر الذي خرج منه فروحي واما المرأة التي ادخلتني في فرجها فالارض تحفر لي فاغيب فيها فالارض تحفر لي فاغيب فيها واما طلب ابني ايايا ثم حبسه عني فاني اراه سيجتهد ان يصيبه ما اصابني فقتل رحمه الله تعالى شهيدا في اليمامة وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها ثم قتل عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه الله هكذا ذكر محمد ابن اسحاق قصة الطفيل ابن عمر مرسلة بلا اسناد ولخبره شاهد في الحديث الصحيح فقد روى الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما قدم الطفيل واصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان دوسا قد استعصت قال اللهم اهد دوسا وات بهم رواه البخاري وروا الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنه قال قدم الطفيل ابن عمر الدوسي واصحابه فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابد فادعوا الله عليها قال ابو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وات بهم وروا الامام احمد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان الطفيل ابن عمر الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع قال حصن كان لدوس في الجاهلية فابى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للانصار الهامش للذي ذخر الله للانصار اي جعله لهم ذخرا بان يهاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة هاجر اليه الطفيل ابن عمر وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة قوله فاجتووا المدينة اي كره الاقامة فيها لانها كانت موبوءة بمرض الحم وكان العرب يعرفون ذلك ولما هاجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم طيبها الله تعالى فصارت طيبة انتهى الهامش فاجتووا المدينة فمرض فجزع فاخذ مشاقص فقطع بها براجمة الهامش براجمه بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بالضم وهو المفصل الظاهر او الباطن من الاصابع انتهى الهامش فقطع بها براجمه براجمه فشخبت يداه فلما رقى الدم حتى مات فما رقى الدم حتى مات فرآه الطفيل ابن عمر في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يدي فقال له ما صنع ربك بك فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فما لي اراك مغطيا يديك قال قيل لي لن يصلح منك ما افسد لن يصلح منك ما افسد قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر ورواه مسلم فانقيل فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن عن جند ابن جناد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرحا فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فلما رقع الدم حتى مات فقال الله عز وجل عدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة فالجواب من وجوه احدها انه قد يكون ذلك ذاك مشركا وهذا مؤمن ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله النار وان كان شركه مستقلا الا انه نبه على هذا لتعتبر امته الثاني قد يكون ذاك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالاسلام الثالث قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا الرابع قد يكون اراد ذلك بصنيعه المذكور ان يقتل نفسه بخلاف هذا فانه يجوز انه لم يقصد قتل نفسه وانما اراد غير ذلك الخامس قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة الى نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن بقي الشيء في يده فقط وحسنت هيئة سائره فغط الشيء منه فلما رأاه الطفيل ابن عمر مغطيا يديه قال له ما لك قال قيل لي لم يصلح منك ما افسد فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم ولي يديه فاغفر اي فاصلح منها ما كان فاسدا والمحقق ان الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل ابن عمر الامر بتبليغ رسالة قال ابن اسحاق ثم امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنين من البعثة بان يصدع بما امر وان يصبر على اذى المشركين قال تعالى وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم من الاية الرابعة عشر بعد المائتين وحتى العشرين بعد المائتين من سورة الشعراء وقال تعالى وانه لذك لك ولقومك وسوف تسألون الاية الرابعة والاربعون من سورة الزخرف وقال تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد الاية الخامسة والثمانون من سورة القصص اي ان الذي فرض عليك واوجب عليك بتبليغ واوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك الى دار الاخرة وهي المعاد فيسألك عن ذلك كما قال تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون الايتان الثانية والتسعون والثالثة والتسعون من سورة الحجر والايات والاحاديث في هذا كثيرة جدا وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء وانذر وانذر عشيرتك الاقربين الهامش ارجع الى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الثالثة بعد الاربعمية من الجزء الرابع والآية هي الرابعة عشر بعد المائتين من سورة الشعراء واوردنا احاديث جم في ذلك فمن ذلك ما رواه الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين اتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفى فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس اليه بين رجل يجئ اليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني كعب ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال فقال ابو لهب لعنه الله تبا لك سائر اليوم اما دعوتنا الا لهذا وانزل الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب واخرجاه بنحوه وروا احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني كعد انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني والله لا املك لكم من الله شيئا الا ان لكم رحما سابلها ببلائها ورواه البخاري ومسلم وله طرق اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه في مسند احمد وغيره وروا احمد ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل وانذر عشيرتك الاقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا املك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم ورواه مسلم ايضا والمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو الى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك صاد يتبع الناس في انديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير يدعو جميع الخلق في ذلك عنده جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء ايذاء الكفار ايذاء كفار العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وتسلط عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه من احد الناس من ضعفائهم الاشداء الاقوياء من مشركي قريش بالاذية القولية والفعلية وكان من اشد الناس عليه عمه ابو لهب واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وامرأته ام جميل اروى بنت حرب ابن امية اخت ابي سفيان وخالفه في ذلك عمه ابو طالب ابن عبد المطلب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب خلق الله اليه طبعا وكان يحن عليه ويحسن اليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع انه على دينهم وعلى خلتهم الا ان الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية اذ لو كان اسلم ابو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولمدوا ايديهم والسنتهم بالسوء اليه وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد قسم خلقه انواعا واجناسا فهذان العمان كافران فهذان العمان كافران ابو طالب وابو لهب ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار وذلك الدرك الاسفل من النار وانزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعض والخطب تتضمن انه سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب قوله ضحضاح الضحضاح الماء اليسير او ما يصل الى الكعبين او انصاف السوق او ما لا غرق فيه وقد جاء هذا المعنى في حديث صحيح رواه الشيخان وسيأتي في وفاة ابي طالب في هذا الفصل ان شاء الله تعالى انتهى الهامش وبهذا انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الوجه الثاني روى الامام احمد عن عبد الرحمن ابن ابي الزيناد عن ابيه قال اخبر رجل يقال له ربيعة ابن عباد من بني الديل وكان جاهليا فاسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه احولوا ذو غديرتين وهي الذؤابة جمعها غدائر انتهى الهامش ووراءه رجل وضيء الوجه احول ذو غديرتين يقولوا انه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه ابو لهب ثم رواه هو والبيهقي من حديث عبد الرحمن ابن ابي الزيناد بنحوه واما ابو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجياه واعتماده فيما يحام به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم قال يونس ابن بكير عن طلحة ابن يحيا عن عبد الله ابن موسى ابن طلحة اخبرني عقيل ابن ابي طالب قال جاءت قريش الى ابي طالب فقالوا ان ابن اخيك هذا قد اذانا في نادينا ومسجدنا فانههوا عنا فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد فانطلقت اليه فاستخرجته من كنس او قال من خنس يقول بيت صغير فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فلما اتاه قال ان بني عمك هؤلاء زعم انك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن اذاهم فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فقال ترون هذه الشمس قالوا نعم قال فما انا باقدر ان ادع ذلك منكم على ان تشتعلوا منها بشعلة فقال ابو طالب والله ما كذب ابن اخي قط فارجعوا رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلا عن يونس بن بوكير ورواه البيهقي عن الحاكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عنه به وهذا لفظه ثم روا البيهقي من طريق يونس عن ابن اسحاق حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الاخنس انه حدث ان قريشا حين قالت لابي طالب هذه المقالة بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن اخي ان قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا اطيق انا ولا انت فاكفف فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قد بدى لعمه فيه وانه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك في طلبه ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فلما ولا قال له حين رأى ما بلغ الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي فاقبل عليه فقال امضي على امرك وافعل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا قال ابن اسحاق ثم قال ابو طالب في ذلك والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اسد في التراب دفين فامضي لامرك ما عليك غضاضة ابشر وقرب ذاك منك عيون ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم امين وعرضت دينا قد عرفت انه وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البرية دينا لو للملامة او حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ثم قال البيهقي وذكر ابن اسحاق لابي طالب في ذلك اشعارا وفي ذلك دلالة على ان الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه اياه في دينه وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء لا معقب لحكمه اما ابو جهل فقد جاء في اذاه النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة منها ما رواه الامام احمد عن عكرمة قال قال ابن عباس قال ابو جهل لان رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ورواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر ابو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم انهك ان تصلي محمد لقد علمت ما بها احد اكثر ناديا مني فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل فليدعو نادية سندعو الزبانية الايتان السابعة عشر والثامنة عشر من سورة العلق والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية لأخذته زبانية العذاب رواه احمد والترمذي وصحاحه والنسائي وروا ابن جرير عن ابي هريرة قال قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم قال نعم قال فقال والتي والعزة لان رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولا اعفرن وجهه بالتراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه الا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال الهامش قال وانزل القائل هو ابو حازم سلمان الاشجعي مولى عزة الاشجعية راوي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش قال وانزل الله تعالى لأدري في حديث ابي هريرة ام لا كلا ان الانسان ليطغى ان رأه استغنى الاية السادسة والتاسعة عشر من الاية السادسة حتى التاسعة عشر من سورة العلق وقد رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ابي حاتم والبيهقي وروا الامام احمد عن عبد الله بن مسعور رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دع على قريش غير يوم احد غير يوم واحد فانه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلا جزور قريب منه فقالوا من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره فقال عقبة ابن ابي معيط انا فاخذه فالقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فاخذته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بهذا الملأ من قريش اللهم عليك بعدبة ابن ربيع اللهم عليك بشيبة ابن ربيع اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام اللهم عليك بعقبة ابن ابن معيط اللهم عليك بأبي ابن خلف او امية ابن خلف شعبة الشاك قوله شعبة الشاك هو شعبة بن الحجاج أحد رواة الحديث انتهى الهامش قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية بن خلف فإنه كان رجلا ضخما فتقطع وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ومسلم والصواب أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدر وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد كما سيأتي بيانه والسلا هو الذي يخرج مع ولد الناق كالمشيمة لولد المرأة وفي بعض الفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض أن يميل هذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة وعين في دعائه سبعة وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأبو جهل ابن هشام وأبو جهل ابن هشام وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف قال ابن اسحاق ونسيت السابع قلت وهو عمارة ابن الوليد وقع تسميته في صحيح البخاري وروى البخاري عن عروة ابن الزبير قال سألت عمرا بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية سورة غافر الآية الثامنة والعشرون وقد رواه في أماكن من صحيحه وصرح في بعضها بعبد الله بن عمر بن العاص وهو أشبه لرواية عروة عنه وكونه عن عمر وأشبه لتقدم هذه القصة ورواه البيهقي وابن إسحاق عن عبد الله بن عمر بن العاص وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري ابط بلال وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح الهامش قال ابن كثير في موضع آخر قلت وعندي أن غالبا ما روي مما تقدم من طرحهم سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمر بن العاص من خنقهم له عليه السلام خنقا شديدا حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم فذكرها هاهنا أنسبوا وأشبه انتهى انتهى الهامش قال ابن إسحاق ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتنوا من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب لهم أو يصلب لهم ويعصمه الله منهم فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من مولديهم وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك أحد أحد ثم ذكر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب فاشتراه من أمية بعبد له أسود فأعتقه وأراحه من العذاب وذكر مشتراه لجماعة من من أسلم من العبيد الإيماء منهم بلال وعامر وذكر مشتراه لجماعة من من أسلم من العبيد الإيماء منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عميس وزنيرة التي أصيب بصرها ثم رد الله تعالى لها والنهدية وابنتها اشتراهما من بني عبد الدار واشترا جارية بني مؤمل حي من بني عدي كان عمر يضربها على الإسلام وقد تقدم أي تقدم هذا في أول من أسلم في هذا الفصل وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه وأبو بكر منعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه فأخذوه فأعطاه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد وروه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلة قال ابن إسحاق وكانت بن مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه وكانوا أهل بيت وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني صبرا آل ياسر موعدكم الجنة وقد روى البي هقي عن الحاكم عن جاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة فأما أمه فيقتلها فتأبى إلا الإسلام وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أول شهيد كان في الإسلام أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قلبها وهذا مرسل قال محمد بن إسحاق وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال في رجال من قريش إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ولا نفل لنسفهن حلمك ولا نفلين رأيك قوله لنفلين يقال فليت الرجل في عقله أفليه فليا إذا نظرت ما عقله أي لنبخسن رأيك انتهى الهامش قوله لنسفهن حلمك ولا نفلين رأيك ولا نضعن شرفك وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولا نهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به لعنه الله وقبح قال الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقول له اللات والعزة اللات والعزة إلى هان من دون الله فيقول نعم افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم قلت وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية السادسة بعد المئة من سرة الأحقاف فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ أجارا الله من ذلك بحوله وقوته وروا الإمام أحمد عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا الهامش قينا بفتح القاف أي حدادا انتهى الهامش قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقضى فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا ميت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرثه ما يقول ويأتينا فردا سورة مريم من الآية السابعة والسبعين وحتى الآية الثمانين وأخرجه في الصحيحين وفي لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاصب نوائل سيفا فجئت أتى قاضا فذكر الحديد وروا البخاري عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة وقد لقين من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال قد كان من كان قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد فما ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل زاد في رواية والذئب على غنمه وفي رواية ولكنكم تستعجلون إن فرد به البخاري دون مسلم وقد رويا من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا والله أعلم اعتراض المشركين وتعنتهم في أسئلتهم لقد اعترض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعنتوا له في أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد فلهذا لم يجاب إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لستمروا في طغيانهم يعمهون ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الآيات من الآية التاسعة بعد المئة وحتى الآية الحادية عشر بعد المئة من سورة الأنعم وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الآيتان السادسة والتسعون والسابعة والتسعون من سورة يونس وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الآية التاسعة والخمسون من سورة الإسراء وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتبا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سورة سورة فإن يزدرعوا أو أن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا فقيل له إن شئت أن تستأني لهم فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم كما أهلكت من قبلهم الأمم قال لا بل استأني بهم فأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مغصرة فظلموا بها الآية سورة الإسراء الآية التاسعة والخمسون وهكذا رواه النسائي من حديث جرير وروا أحمد عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك يجعل لنا الصفى ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفى لهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال بل التوبة والرحمة وهذان إسنادان جيدان الهامش الهامش قوله وهذان إسنادان يعني سندي الحديث بروايتين انتهى الهامش وهذان إسنادان جيدان وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن جبير وقتاد وابن جريج وغير واحد وقال تعالى في سورة سبحان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية الخامسة والثمانون من سورة الإسراء انتهى لهمش أي خلق عجيب من خلقه وأمر من أمره قال لها كون فكانت وليس لكم الاطلاع على كل ما خلق وتصوير حقيقته في نفس الأمر وتصوير حقيقته في نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فتلى عليهم هذه الآية فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا وإن كان نزولها متقدمة ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر والله أعلم الهامش بعد هذا نقل ابن كثير عن ابن إسحاق ما رواه من قصيدة طويلة عن أبي طال مطلعها وَلَمَّا رَيْتُ نستطيع بقولها إلا من نسبت إلي وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها وقد أوردها الأموي في مغازي مطولة بزيادات أخر والله أعلم ونقول لقد بالغ ابن كثير في ثنائه على هذه القصيدة إذ ليست بأفضل من المعلقات بل ولا ما دونها انتهى الهامش تكذيب المشركين بالقرآن العظيم قال إسحاق ابن راهوي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله فبلغ ذلك فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمع لك مالا قال ولم قال ليعطوك قال ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله قال فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له قال وماذا أقول فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن فالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعل عليه وإنه لا يحطم ما تحته قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال قف عني حتى أفكر فيه فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يأثر يأثره عن غيره فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر الآيات من الآية الحادية عشر وحتى الآية الثلاثين من سورة المدثر هكذا رواه البيهقي عن الحاتم عن عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن اسحاق به وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلة وفيه أنه قرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورة النحل الآية التسعون وروا البيهقي عن الحاكم عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن ذا سن فيهم وقد حضر المواسم فقال إن وفود العربي ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا فقيل يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به فقال بل أنتم فقولوا وأنا أسمع فقالوا نقول كاهن فقال ما هو بكاهن رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان فقالوا نقول مجنون فقالوا ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفنا فما هو بحنقه ولا تخالجه ولا وسوسته فقالوا نقول شاعر فقال ما هو بشاعر وقد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قالوا فنقول هو ساحر قال ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا بعقده قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجني فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر فتقولوا ها هو ساحر يفرق بين المرء ودينه وبين المرء وأبيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته فتفرق عنه بذلك فتفرق عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحدا أحد إلا حذروه وذكروا لهم أمر وأنزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات سورة المدثر من الآية الحادية عشر وحتى الآية الثلاثين وفي أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الآيتان الثانية والتسعون والثالثة والتسعون من سورة الحجر قلت وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون سورة الأنبياء الآية الخامسة فحاروا ماذا يقولون فيه فكل شيء يقولونه باطل لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سورة الإسراء الآية الثامنة والعشرون الثامنة والأربعون وروا الإمام عبد ابن حميد في مسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اجتمع قريش يوما فقال انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيع فقالوا انت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال يا محمد انت خير أم عبد الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كنت فإن كنت فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك الهامش سخلة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة هي ولد الشات ما كان والمراد ما رأينا مولودا انتهى الهامش قال إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهن والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبل أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفان أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إنما بك الباء فاختر وإن كان إنما بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلا نزوجك عشرا فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود من الآية الواحدة وحتى الآية الثالثة عشر من سورة فصلت انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس الشريط الخامس الوجه الأول فقال عتبة حسبك ما عندك غير هذا قال لا فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته أو كلمته قالوا فهل أجابك فقال نعم ثم قال لا والذي نصبها بنية الهامش بنية كغنية من أسماء الكعبة المشرفة انتهى الهامش قال لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قالوا وي لك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة وقد رواه البيهقي وغيره وروا البيهقي عن المغيرة بن الشعب رضي الله عنه قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سب آلهتنا هل تريد ألا هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت فنحن نشهد أنك أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق حق لاتبعتك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق وأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل وروا الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارن بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية العاشرة بعد المئة من سورة الإسراء قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين ذلك سبيلا وهكذا رواه صاحباء الصحيح البخاري ومسلم الهجرة إلى الحبشة قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومنعه بعمه أبي طالب كما تقدم تفصيله ولله الحمد والمنى وروا الواقدي أن خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيع العنزي وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة ابن أبي رهم بل أبو حاطب بن عمر وسهيل بن بيضاء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ويقال بل أبو حاطب بن عمر وسهيل بن بيضاء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قال ابن جرير وقال آخرون بل كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم وعمار بن ياسر نشك فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا وقال محمد بن إسحاق فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هم فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا روى البي هقي عن قتاده قال أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت النضرب ابن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقدمت امرأة من قريش فقالت يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرأته قال على أي حال رأيتهما قالت رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة من هذه الدبابة وهو يسوقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبهم الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام قال ابن إسحاق وأبو حذيفة بن عتبة وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمر وولدت أو ولدت له بالحبشة محمد ابن أبي حذيفة والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة وولدت له بها زينب وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وهو من بني عنز ابن وائل وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة ابن أبي رهم العامري وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمر ويقال أبو حاطب ابن عمر ابن عبد الشمس وهو أول من قدمها فيما قيل وسهيل بن بيضاء وهي أمه فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني قال ابن هشام وكان عليهم عثمان بن مضعون فيما ذكر بعض أهل العلم قال ابن إسحاق ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعهم رأته أسماء بنت عميس وولدت له بها عبد الله بن جعفر وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب وفي هذا نظر والله أعلم وزعم أن خروج جعفر ابن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية إليها وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا فلما قدموا مكة وكان في من قدم عثمان بن مضعون فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحا فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهي الهجرة الثانية كما سيأتي بيانه قال موسى بن عقبة وكان جعفر بن أبي طالب في من خرج ثانية وما ذكره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول أظهروا كما سيأتي بيانه والله أعلم لكنه كان في زمرة في زمرة ثانية من المهاجرين أولا وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره كما سنورده ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم وهم في الهامش قوله ومعه في الهامش قوله لقد راجعنا أسماء هؤلاء الصحابة المهاجرين إلى الحبشة وقابلناها على ما في سيرة ابن هشام وتراجم الصحابة فوجدنا تصحيفا كثيرا ونقصا كبيرا في الأسماء فصححناها وذكرنا ما سقط منها بفضل الله تعالى انتهى الهامش ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم وهم عمر بن سعيد ابن العاص وامرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية الكناني وأخوه خالد وامرأته أميمة بنت خلف ابن أسعد الخزعي وولدت له بها سعيدا وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبير بن العوام فولدت له عمرا وخالدا قال وعبد الله ابن جحش ابن رئاب وأخوه عبيد الله ومعهم رأته الهامش قوله ومعهم رأته وقد مات عبيد الله ابن جحش هذا في بلاد الحبش بعد أن تنصر فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة حبيبة فتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين رضوان الله عليه كما سيأتي في الفصل السادس من هذا القسم انتهى الهامش ومعهم رأته أم حبيبة بنت أبي سفيان وقيس بن عبد الله من بني أسد ابن خزيمة وامرأته بركة بنت يسار مولات أبي سفيان ومعيقيب ابن أبي فاطمة وهو من موالي سعيد ابن العاص قال ابن هشام معيقيب ابن دوس قال وأبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس حليف آل عتبة ابن ربيعة وعتبة ابن غزوان ويزيد ابن زمعة ابن الأسود وعمر بن أمية ابن الحارث ابن أسد وطليب ابن عمير ابن وهب وسويبط ابن سعد ابن حريملة وجهم ابن قيس العبدري ومعهم رأته أم حرملة بنت عبد الأسود ابن خزيمة وولده عمر بن جهم وخزيمة ابن جهم وأب الروم ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار وفراس ابن النظر ابن الحارث ابن كلدة أو كلدة وعامر ابن أبي وقاص أخو سعد وأب وقاص اسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة والمطلب ابن أبي والمطلب ابن أزهر ابن عبد عوف الزهري أو الزهري وامرأته وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن ضبيرة وولدت بها عبد الله وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبة والمقداد ابن الأسود وهو المقداد ابن عمر والحارث ابن خالد ابن صخر التيمي وامرأته ريطة بنت الحارث وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة وعمر ابن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة وأبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ومعهم رأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة واسم أبي سلمة عبد الله واسم أم سلمة هند وشماس ابن عثمان ابن الشريد المخزومي قال وإنما سمي شماسا لحسنه وأصل اسمه عثمان ابن عثمان وهبار ابن سفيان ابن عبد الأسد المخزومي وأخوه عبد الله وهشام ابن أبي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وسلمة ابن هشام ابن المغيرة وعياش ابن أبي ربيع ابن المغيرة ومتعب ابن عوف ابن عامر ويقال له عيهامة وهو من حلفاء بني مخزوم قال وعثمان ابن مضعون وابنه السائب وأخواء عثمان قدامة وعبد الله وحاطب ابن الحارث ابن معمر ومعهم رأته فاطمة بنت المجلل أو المجلل وابنه منها محمد والحارث وأخوه خطاب وامرأته فكيهة بنت يسار وسفيان ابن معمر ابن حبيب وامرأته حسنة وابنه منها جابر وجنادة وابنها من غيره شرحبيل ابن حسنة وهو شرحبيل ابن عبد الله احد بن الغوث ابن مر أخي تميم ابن مر وعثمان ابن ربيع ابن أهبان أو أهبان ابن وهب ابن حذاف ابن جمح وخنيس ابن حذاف ابن قيس ابن عدي وعبد الله ابن الحارث ابن قيس ابن عدي وهشام ابن العاص ابن وائل ابن سعد وقيس ابن حذاف ابن قيس ابن عدي وأخوه عبد الله وأبو قيس ابن الحارث ابن قيس ابن عدي وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد ابن الحارث وسعيد ابن قيس ابن عدي لأمه وهو سعيد ابن عمر التميمي وعمير ابن رئاب ابن حذيف ابن مهشم وسعيد ابن سهم وحريف لبني سهم وهو محمية ابن جزء الزبيدي ومعمر ابن عبد الله العدوي وعروة ابن عبد العزة وعادي ابن نضلة ابن عبد العزة وابنه النعمان وعامر ابن ربيعة من عنز ابن وائل معهم رأته ليلى بنت ابي حثمة ابن غانم وابو سبرة ابن ابي وعم ابن عبد العزة معهم رأته ام كلثوم بنت سهيل ابن عمر وعبد الله ابن مخرمة العامري وعبد الله ابن سهيل ابن معمر وسليط ابن عمر واخوه السكران ومعه زوجته سودة بنت زمعة الهامش وقد مات عنها زوجها مسلما بعد رجوعها من الحبشة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الفصل السادس من هذا القسم انتهى الهامش ومالك ابن زمعة وامرأته عمرة بنت السعدي وحاطب ابن عمر العامري وحليفهم سعد ابن خولة وهو من اليمن وابو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري وسهيل ابن بيضاء وهي امه واسمها دعد بنت جحدم ابن اومية ابن ضرب ابن الحارث ابن فهر وهو سهيل ابن وهب ابن ربيع الحارثي وعمر بن ابن ابي السرح ابن ربيع وعياض ابن زهير ابن ابن ابي شداد ابن ربيع وعثمان ابن عبد غنم ابن زهير وسعيد ابن عبد قيس ابن لقيط واخوه الحارث الهامش سعيد ابن قيس سعيد ابن عبد قيس وقيل اسمه سعيد ابن عبد ابن قيس او عبيد ابن قيس وقيل سعد ابن عبد قيس رضي الله عنهم انتهى الهامش قال ابن اسحاق فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه قلت وذكر ابن اسحاق أبا موسى الأشعري في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا الهامش يعني ابن كثير بالغرابة في قول ابن اسحاق هذا ما ذكره ابن اسحاق من هجرة أبي موسى الأشعري إلى الحبشة مع جعفر ابن أبي طالب لا أصل الهجرة فإن أبا موسى قد هاجر فعلا إلى الحبشة ولكن الصحيحة كما سيأتي في رواية الصحيحين أن أبا موسى وجماعة من المسلمين كانوا باليمن فبلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بضعا وخمسين رجلا فركبوا سفينة فألقتهم السفينة إلى النجاشي فرافقوا جعفر ابن أبي طالب هناك فأقاموا معه انتهى الهامش وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى فآتوا النجاشية وبعثت قريش عمر بن العاص وعمارة ابن الوليد بهدية فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأينهم قال في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقال له ما لك لا تسجد للملك قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال ومذاك قال إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة قال قال عمر فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم قال فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه قال نقول كما قال الله هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد فقال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم أنزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل علي وأمر بهدية الآخرين فردت إليهم وأمر بهدية الآخرين أو الآخرين فردت إليهما ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته الهامش وسيأتي بيان من هو النجاشي الذي صلى عليه النبي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت النجاشي التالي في هذا الفصل انتهى الهامش وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن وفيهما يقتضي أن أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة وإن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والله أعلم ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل عن أبي موسى قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعث عمر بن العاص وعمار بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية وقدم على النجاشي وفأتياه بالهدية فقبيلها وسجد له ثم قال عمر بن العاص إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك فقال لهم النجاشي في أرضي قال نعم فبعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس على مجلسه وعمر بن العاص عن يمينه وعماره عن يساره والقسيسون جلوس سماطين قوله سماطين مثنى سماط وهو الصف انتهى الهامش وقد قال له عمر وعماره إنهم لا يسجدون لك فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله عز وجل فلما انتهينا إلى النجاشي قال ما منعك أن تسجد قال لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي وماذاك قال إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهان عن المنكر فأعجب النجاشي قوله فلما رأى ذلك عمر بن العاص قال أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم فقال النجاشي لجعفر ما يقول صاحبكم في بن مريم قال يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيدون هؤلاء على ما نقول في بن مريم ولا وزن هذه مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعلي أمكثوا في أرض ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة قال وقال رد على هذين هديتهما وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل فذكر بإسناده مثله إلى قولي فأمر لنا بطعام وكسوة قال وهذا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة والصحيح أن يزيد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنهم بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه قال ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل السفينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل السفينة هجرتان وهكذا رواه مسلم ورواياه في مواضع أخر مطولا والله أعلم وروا البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال الهامش ذكر ابن كثير هذه الرواية والتي بعدها في سياق وقائع غزوة خيبر انتهى الهامش روا البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فراكبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر ابن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بن ابنة عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه الحبشية هذه الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعموا جائعكم ويعضوا جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسول الله وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأل ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال قال فما قلت له قالت قلت كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإني كنت لم أرى ما نازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو فتح الأتاء أي تمتظروهم انتهى الهامش ثم روى البخاري عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا تفرد به البخاري دون مسلم ورواه أبو داود والترمذي وصححة وقد ذكر ابن اسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة وكان النقل ليس بصحيح ولكن كان له سبب وهو ما ثبت في الصحيح وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين وأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الآيتان الأولى والثانية من سورة النجم يقرأها عليهم حتى ختمها وسجد فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإنس وكان لذلك سبب أيضا ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم سورة الحج الآية الثانية والخمسون وذكروا قصة الغرانيق الهامش قوله قصة الغرانيق لقد أحسن ابن كثير بعدم سرد هذه القصة وحبذ لو فعل ذلك في جميع المواضع المماثلة انتهى الهامش وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة لألا يسمعها ما لا يضعها على مواضعها إلا أن أصل القصة في الصحيح روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس انفرد به البخاري دون مسلم وروا البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم بمكة فسجدوا فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والمقصود أن الناقلة لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبقى نزاع بينهم فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك وثبتت جماعة وكلهما محسن مصيب فيما فعل فذكر ابن إسحاق أسماء من رجع منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيع وامرأته سهلة بنت سهيل وعبد الله بن جحش بن رئاب وعتبة بن غزوان والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وسويبط بن سعد وطليب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أميه بن المغيرة وشماس بن عثمان وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وقد حبس بمكة حتى مضت بدر وأحد والخندق وعمار بن ياسر وهو ممن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم لا أخرج إلى الحبشة أم لا ومتعب بن عوف وعثمان بن مضعون وابنه السائب وأخواه قدامته وعبد الله بن مضعون وخنيس بن حذافة وهشام بن العاص بن وائل وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثم وعبد الله بن مخرمة وعبد الله بن سهيل بن عمر وقد حبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين فشهد معهم بدرا وأبو سبرة ابن أبي رهم وامرأته أم كلثوم بنت سهيل والسكران ابن عمر ابن عبد الشمس وامرأته سودة بنت زمعة وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد ابن خولة وأبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن الحارث ابن زهير وعمر بن الحارث ابن زهير وسهيل بن بيضا وعمر ابن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضي الله عنهم وقال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين الهامش لابتين اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء انتهى الهامش فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة وروا البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إن كنا نسلم عليك فترد علينا فلما رجعنا من عند النجاشين لم ترد علينا قال إن في الصلاة شغلا وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله وقوموا لله قانتين الآية الثامنة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة فأمرنا أو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام على أن المراد جنس الصحابة فإن زيدا أنصاري مدني وتحريم الكلام في الصلاة ثبت بمكة فتعين الحمل على ما تقدم وأما ما ذكره الآية وهي مدنية فمشكل ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك وإنما كان المحرم له غيرها معها والله أعلم انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني شكرا 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 شكرا